مستنين السوبر سوبر حقيقة بين أكبر فريقين في مصر مستنين نشوف احتفالية الأهلي والزمالك اللي تشرف بعيد عن المشاكل ومن لحق ومن ملوش احنا عشاء ومشجع الكورة في مصر بنستنى مباراة الأهلي والزمالك شهر بعد شهر مش احنا بس كل المشجعين الكورة في العالم العربي بيستنوا مباراة الكبيرين كبار بتاريخهم الماضي والحاضر وكمان المستقبل ما تحرموناش من المواجهة دي جماهيد بالملايين بيستنوها بفارغ الصبر وما تخلوش حاجات صغيرة تحرمنا من المواجهة دي أرجوكم يعني يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة كلها أيام قليلة ونستمتع بمباراة سوبر سوبر حقيقي سوبر مصري عربي كبير يا جمع الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادمة بأبو زبي في الإمارات إن شاء الله تبقى مباراة كبيرة وإن شاء الله المباراة تتم بالأهلي والزمالك قبل ما أدخل في أي تفاصيل عن هذه المباراة ناخد من الإمارات مباشرة الأستاذ سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبو زبي الرياضي يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر صباح الخير عليك يا كريم على متابعينك ومشاهدينك ويا رب إن شاء الله أيامكم كلها حلوة يا رب يا فندم خلاص الإمارات بقت شريكة لأفرحنا وسعادتنا بمباريات كبيرة في الكرة المصرية تحديدا مباريات الأهلي والزمالك التي تقام كل عام في الإمارات خلاص بقت حاجة وبقت عرف وبقت عادة إن إحنا نشوف أكبر فريقين في مصر وفي الوطن العربي موجودين في الإمارات صحيح وإن شاء الله إحنا حريصين على استمرارها لسنوات قادمة كثيرة بإذن الله تعالى ما في شك اليوم إن محظوظ أي بلد يستضيف كلاسيكو العرب والسوبر العربي الأقدم والأجمل والأكثر جماهيرية وأكثر متابعة بالتأكيد مباراة الأهلي والزمالك إن شاء الله يوم الجمعة القادمة هل نفذت تذاكر المباراة يا فندم حتى يزي اللحظة؟ والله شوف نعم هي تقريبا من سولد اوت الملعب بقي بس كمية بسيطة جدا يمكن حوالي تسعمائة تذكرة ألف تذكرة تقريبا المتبقية ولكن الملعب إن شاء الله ممتلة بمحبين الفريقين من كل مكان في الوطن العربي في أن تمثل ما تعرف اليوم الإمارات يعيش على أرضها كثير من أخواننا العرب وما أصحاب بلد فأكيد إن شعبية الفريقين الطاقية الموجودة رح إن شاء الله يكون متواجد من كل الجنسيات ومن كل الدول لحضور هذا الكلاسيكو اللي نحن متعودين عليه دائما بحضور كبير وحضور جماهيري فعال الساعة الكاملة في الملعب المباراة تكون كام إن شاء الله يا فندم الملعب ساعة أكثر من 33 ألف تقريبا وكسور رح يكون إن شاء الله مناصفة بين الفريقين كما تعودنا ولكن إن شاء الله هذه المرة رح نلغي الفاصل اللي رح يكون بين الجمهور اللي دائما تعودنا عليه في السوبر رح يكون إن شاء الله بنظام الأوروبي أن المكان هذا رح يكون أيضا متاح للأسر والعائلات اللي حابين يحمرون بشكل منفصل عن الجماهير ممتاز جدا دي خطوة عظيمة جدا طيب مش عايز دخلك في حاجات مصرية أو بتحصل دلوقتي بس الإشعاية أو مش الإشعاية حتى أو الكلام اللي بيدور في الإعلام إنه وارد إنه ممكن أن الزمالك ينسحن من هذه المواجهة وارد إن الأهل يعتذر عن هذه المواجهة هل الكلام ده يشغلكم؟ هل الكلام ده حضراتكم يتابعينه؟ ولا مش مشكلة أن تستضيفوا أي فريق مصري متواجد في ممبارات السوبر؟ والله يشوف أمانة نحن هذه الأشياء أول مرة أسمعها صراحة يمكن دائما تطلع إشاعات أو تطلع شوية تعرف مبارة كبيرة بين فريقين كبار ممكن يحبون دائما يحفزون لكن أنا متأكد أن الفريقين بإداراتهم برؤساء عندي أنهم حريصين كل الحرص على كواجدهم إن شاء الله في السوبر في الإمارات مثل ما تعودنا هم حابين يكونوا موجودين حابين هذه البطولة اللي يشوفون جماهيرهم خارج مصر فأكيد هم ما أحرص من أي حد ثاني إن شاء الله يكونوا موجودين لكن اللي أنا أريد أقول لك يا وأكد عليه أن كل شيء ماشي حسب الاتفاق وحسب متفقين معهم إن شاء الله الفريقين رح يوصلون يوم الثلاثة بإذن الله تعالى صباحا إلى أبوظبي ويكون أول تمرين يوم الثلاثة إن شاء الله وإن شاء الله ما تكون فيه أي مشاكل إن شاء الله آخر تواصل بين حضرتك ومسؤولي نادي الزمالك حصل إمتى؟ ومسؤولي نادي الآخرين أنا صراحة تربطني صداقات وأخوة بيني وبين الإدارات الأندية ولكن نحن تعاملنا المباشر مع شركة بريزنتيشن بحكم التعاقد وبحكم الصفة الرسمية والقانونية التعامل مع شركة بريزنتيشن والاتحاد المصري طيب الاتفاق بينكم وبين الشركة هي مباراة بين الآله والزمالك ولا مباراة السوبر المصري بشكل عام؟ لا السوبر المصري نحن سبق ونستضافنا النادي المصري والنادي الأهلي في العين فبالتالي احنا العقد أو الاتفاق اللي بيننا وبين الأخوة في شركة بريزنتيشن والاتحاد المصري لإستضافة السوبر المصري أيا كان طرفها إن شاء الله كالعادة كالعادة الإمارات دولة عظيمة شقيق عربي كبير نسعد دائما بوجود الأهلي والزمالك وأي فريق مصري يتواجد فيه الإمارات فيه مباراة كبيرة أنا بشكل شخصي وبشكل مهني بشكرك يا فندم وبشكر دولة الإمارات على حسن الاستضافة دائما الأستاذ سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبو زبي الرياضي بشكرك شكرا جزيلا طيب دي الحكاية الحلوة في السوبر وحلاوة وحكاية الإمارات دائما اللي بتستضيف الفرق المصرية في مباريات كبيرة سواء في مباراة السوبر أو خلافه والجماهير المصرية العظيمة والعربية العظيمة اللي بتتواجد في مثل هذه المباراة هي الصورة اللي احنا بنستناها شهر بعد شهر وسنة بعد سنة خلوها تكمل لو سمحتم خلوها تكمل وأنا بقولك كلمتين دول في مشجع للأهلي يقولي آه يعني خلوها تكمل ليه واللي بيحصل في مشجع للزمالك آه يعني خلوها تكمل ليه واللي بيحصل ده يعني فقراسي فقراسي واحترم رأيك اللي هو ممكن يكون صحيح احترمه جدا بس انا بتكلم بصورة بعيدة شوي لمشجع أهلي ومشجع زمالك انا بتكلم بصورة حقيقي والله وطنية جدا بحب بلدي بحب الكرة في بلدي بحب الرياضة في بلدي وحب صورتنا المشرفة دائما تكون موجودة في كل الوطن العربي وفي كل العالم وحب دايما ان المباراة تكون أهلي وزمالك آه طبعا والله أهلي وبرامد زمالك وبرامد أهلي ومصري زمالك وطلع الجيش كل الفرق عظيمة بس هم نتكلم على الكبيرين أهلي وزمالك بحكم التاريخ لما المباراة تجمعهم تبقى الحالة مختلفة تماما كصورة للقرى المصرية طيب ايه اللي بيحصل بقى ايه اللي بيحصل هقولكم شوية معلومات وبعدها هقول رأي ورأي ده لو تفتكروا مبارا هقولت لكم انا مش هقوله غير النهاردة غير النهاردة لان ما فهم اواشوف آخر حاجة وسنالها هقول لكم الأول شوية المعلومات تعالوا تشوف شوية المعلومات فيما يخص ما يحدث في مباراة السوبر وموضوع كهرباء وهيتم ايقاف كهرباء ولا لا وهيحصل ولا مش هيحصل هقول لكم التفاصيل مستشار عادل الشرباجي رئيس لجنة الاستيناف او التزلمات كان بيرفض عقد اي اجتماعات في الوقت الحالي وتحديدا قبل مباراة السوبر لوجود استقالات في اللجنة وعدم اعادة تشكيلها حتى الان يعني المستشار عادل الشرباجي الوحده في اللجنة حاليا كرئيس للجنة اتحاد الكورة تواصل مع المستشار عادل الشرباجي وطلب منه عقد اجتماع بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديم تزلمات اليوم على عقوبة او عقوبات لجنة الانضباط وده عشان المستشار عادل الشرباجي اللي هو اللجنة حاليا يتسلم تزلمات الاهلي اللي هي بخصوص كهرباء وبخصوص النادي الاهلي برضو والغرامات اللي عليه والزمالك اللي هي خاصة به عقوبة رئيس النادي وده خلال المهلة المحددة العشر تيام يعني الاجتماع ده عشان الراجل يتسلم التزلمات خد بالك انا كلامي ضقيق جدا عشان سيادة المستشار الجليل يتسلم التزلمات تمام اللجنة اللي هي المستشار عادل الشرباجي يعني هتجتمع غدا انا يعني هي الصيرة كده اللجنة هتجتمع هتجتمع امتى اللي هو الاتنين يعني اللي هو بعد ساعات يعني ان شاء الله لتسلم التزلمات فقط وبنسبة كبيرة لن يكون هناك اي بت او حسم للقرارات بنسبة كبيرة لن يكون هناك بت وحسم للقرارات الخاصة بكهرباء والخاصة بيه رئيس نادي الزمالك تمام دي جزئية نكمل اللي بعد كده اللي بعد كده ان التزلم الزمالك غير قانوني من الناحية اللائحية لانه مقدم من مين من المدير التنفيذي للنادي الى لجنة التزلمات في الوقت في الوقت اللي لازم اللي يتقدم بالتزلم هو رئيس نادي الزمالك المتضرر يعني هو اللي عليه العقوبة يعني مثلا في قصة كهرباء كهرباء هو اللي مقدم التزلم يعني الاهل يمقدم تزلم باسم كهرباء ومقدم تزلم باسم النادي الالف فيما يخص الغرامات فبالنسبة رئيس نادي الزمالك هو اللي لازم هو اللي يقدم التزلم باسمه مش المدير هو مدير النادي هو اللي يقوم بهذا التزلم فلاحقيا ممكن يبقى فيه خلل انه ما يتقبلش طيب ماذا يحدث في نادي الزمالك طبع فيه نادي الزمالك النهاردة قلت الكام ده برحل حضراتك وكان فيه اجتماع مجلس دارة لنادي الزمالك النهاردة مجلس دارة نادي الزمالك اجتمع وقال أو مد الاجتماع لغداً لاتنين لحين ما يشوف لجنة التظلمات اللي هي المستشارة عادل الشرباجي هيعمل ايه اللي هي لجنة الاستئناف انا هفهمكم موضوع اللي جن ده عشان النهاردة عاد تزاكر والله ما شاء الله عندنا لجن كتير ومسميات كتير وفيه مسميات متشابهة بس هي لجنة عشان تبقى بس فهم لكن التظلمات هي لجنة الاستئناف تمام عشان لما حد يقولك لجنة الاستئناف ما تتلغبطش هي هي وهي رئيسها المستشار عادل الشرباجي فالزمالك قاعد النهاردة وعند الزمالك مشكلة واحدة هل هيتم تنفيذ عقوبة كهرباء غداً ولا لا من الاخر اللي حلوك كلكم عارفينه الاهلي متمسك ان الكهرباء يلعب المباراة مباراة السوبر وان العقوبة تعلق لحين البدت فيها من لجنة الاستئناف بعد ما لجنة الانضباط عقبة كهرباء 12 مباراة ويهي نادي الزمالك قالك لأ مايلعبش المباراة اللي جاي وتوقف منذ اصدار القرار من لجنة الانضباط وانه الطعن اللي قدمه النادي الاهلي لا يوقف في العقوبة هو ده الخلايا فيها لحراكم عارفينه خلاص مذاكرينه كلكم يعني طيب دي الحكايات ودي المعلومات ودي الأخبار انا كنت واخد اجازة الشهر اللي فات ده كله وما شاء الله احنا عايشين في القصة دي بقى انا تقريباً شهر يعني وكل يوم بسأل نفسي السؤال واحد او حد هو احنا لحد امتى هنعيش في العبث الاداري ده لحد امتى انا بعمري كله بوقت عمري كله او على اقل بوقت استعابي للكورة والاحداث الرياضية بشوف اللي شبه ده كتير لحد امتى يا جماعة وهنا بقى بصراحة انا بكلم اتحد كورة اه ربطة اندية اه كل ما هو مختص بادارة الكورة من فوق لحد امتى مش هيبقى عندنا لوائح واضحة لحد امتى مش هيبقى عندنا قوانين واضحة هجماعة انا لو نزلت بكرة الشارع وجيت روح تسرقت محفظة من جيب واحد موجود في القرون المصري لو سرقت واحد هيحصل لك عقوبة كذا من كذا لكذا واحد كذا واضحة وصريحة ومفهومة فانا هبقى فاهم لما هسرق هيحصل لكذا صح؟ تلقائيا عقوبة هاخدها كده كده لازم احنا هنا عندنا في الكورة في مصر حرفيا يعني الجملة انا عايف لك لشهاية سمك لبن طمرهندي كلشهاية انا عارف بس هي هي حقيقي كده يعني ايه؟ يا دلوقتي تقعد مع واحد من جمعيين نادي الزمالك يقول لك لأ احنا مظلومين ومقهورين حبيبي تقعد مع واحد من مشجع النادي الاهلي لأ احنا مظلومين ومقهورين حبيبي تقعد مع ادارات الاندية او تتكلم مع حد فيهم لا احنا اللي مظلومين هنا او هنا طيب اللي عمل العبث ده ايه؟ انه ما فيش حاجة واضحة بمعنى اصح دلوقتي كهربا مثلا هو دي الكيس هو دي القضية يعني كهربا راح الهتفات مع جمهور نادي انا وانا اعلامي المفروض يعني هبقى عارف واطلع لحضراتكم بعد المطش على طول بعد الوقع على طول اقول لكم كهربا عشان عمل الوقع دي هيحصل له واحد اتنين تلات اربعة من المباراة اللي جاية على طول تلقائيا ما موجودة في اللايحة اللي هيتجاوز مع جمهورة ويتجاوز حق نادي هيحصل له كذا 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 ده موجود في اللوايح لا طب العقوبات اللي هي بتاعت ستة ولا سبعة ولا تمانية ولا اتناشة ولا عشرة موجود بشكل واضح ما عسل حدا ايه روح مطلق الورقة يقول لي قلق في ورقة ايه من ست سنين احنا كنا عاملينها فين بقى فين لا نادي بيعرف ولا اعلامين بيعرفوا ولا مشجعين بيعرفوا وكل قضية وليها عقوبة نفس القضية نفس القضية ده بيهاجم وده بيهاجم ده بيكسر وده بيكسر ده بيشتم وده بيشتم هتلاقي عقوبة هنا مختلفة عن العقوبة دي ازاي انا مش قاد يعني بصراحة وانا بقعد مع زميلي في الاعداد زميلي الصحفيين زميلي من المشجعين زميلي اي حد ونقعد نتناقش مش عارف امسك مين اللي غلطان والله بكلمك مش عشان امسك العصاية من النص والله ما قادر افهم يعني مثلا عشان برضو اشبهها لك اكتر لو كهربا ملعبش مباراة السوبر هيطلع النادي الاهلي يقول لك والله لجنة التظلمات دي مش قانونة عشان ما فيش لجنة ومش عارف ايه اللي عملوا النادي الاهلي النهاردة في في محكمة القضايا الاداري طيب هيقول لك طب ليه العقوبة دي ما تنفذتش من بدري ليس نطول لحد ماتش السوبر وتلاقي ايه الاهلي اداك دفوع منطقية تروح عند نادي الزمالك يقول لك يا سلام هي العقوبة عشان اتتحاملت قبل ماتش السوبر هتوقف وتنفذها لحد ملعب ماتش السوبر وبعد كده تنفذوها وعشان ماتش بتاعنا وعشان ماتش الزمالك هتلاقي كلامه يبدو هو كمان منطق طيب لو في حاجة واضحة بقى لو في حاجة واضحة يعني مثلا لا احد كنت اقول لك لا احد المسابقات انا والله معرف المسابقات بص اللي جان عندك مسابقات ولجنة حكام ولجنة انضباط ولجنة تظلمات اللي هي بقيت لجنة استقناف ايه كل ده ايه كل ده انا بتيجي دسا اتحاد الكرة يقول لك ايه لا ماليش دعوة في لجان هاي بقى اللي تتكلم ماليش دعوة يا فنن محرك انت اللي فوق اللجان حرك انت اللي جبت انت اللي عمل اللجان بدي كلها يعني ايه ملكش دعوة يعني احكلم مين طب ومين اللي بيحط اللواياح ومين اللي بيحط القوانين ومين 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 ليه هنفضل طول حياتنا تايهين كده ودايما انت عليك لوم اللي هو احنا اللوم اللي بيشتاولوا في الاعلام هو انت ليه ما قلتش انه زمالك مظلوم انت ليه ما قلتش ان الاهل مظلوم والله ما عايز يعني انا مش جاي النهاردة اقول ايه او انا اللي هبقى الراجل القاضي انا مش القاضي اصلا يعني لو قلت زمالك مظلوم كل واحد هو ده صعب يا جماعة انتو متخيلين اكتر من 50 سنة انا متأكد لو حالك روحت جيبت الجرائد من 50 سنة هتلاقي مشاكل زي دي متأكد مليار في المية طب نتعلم بقى ارجوكم يعني ماشي ان شاء الله مباراة الاهل والزمالك تتلقب يعني ان شاء الله بإذن الله يعني نهاردة نادي الزمالك ببراعة وروعة واسرار واخلاص فاز ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة للموسم الثالث على التوالي على حساب النادي الاهلي في مباراة او ثلاث مباريات عظيمة جد الثلاث مباريات خلصوا ثلاثة اتنين الثلاث مباريات يعني الزمالك كسل مطش بكالة او مطش فاصل فبقت النتيجة لصالح الزمالك في البست اوف سري والزمالك اللي خد البطولة بس كل المباريات التلاثة دول خلصوا في الاشواء الثلاثة اتنين مباريات في منتهى الاسارة الزمالك في غيام محترفي الزمالك في تغيير اجهزة فنية الزمالك في ظروف صعبة جدا على مستوى الكرة الطائرة قدر يفوز بالدوري والكاس يستحق نادي الزمالك كل التحية جهاز فني ولعبين وبالتأكيد ادارة كل منظومة نادي الزمالك في نجاح الكرة الطائرة تستحق التحية تحس ان اللعيبة عندها ارادة مش طبعية جهاز فني محترم جدا كان فيه جهاز فني قابليه كانت قال انه هو ما كانتش مبسوط وكانت شايف انه مشي من الزمالك عشان الفريق لن يستطع الفوز باي بطولات بشكله الحالي ورغم كده الزمالك قدر يكسب دوري وكاس دي تاني مرة الزمالك ياخد فيها صناية الدوري والكاس معا وشيء رائع جدا يستحق الزمالك حقيقي كل التحية كلهم نجوم كل اللعبي الكرة الطائرة في نادي الزمالك نجوم ورائعين جدا الف مليون مبروك لنادي الزمالك طيب جايزين لحكاية حلوة هحكي لكم حكاية حلوة اوش خليكم بس معايا للحظات عشان الحكاية اللي جاية دي حكاية تستحق التأمل انت بتتكلم في حاجة النهاردة وانا بتابع الحكاية فتحت بقي فتحت بق استغراب عشان كده عايزك تركز معايا او انا بحكيها لك عشان غالبا هتفتح بقك وتقول ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده هو ازاي بيحصل كده هو ده بجد حان ما نشوفش الكلام ده ازاي ركز معايا كان فيه مباراة لبروسيا دورتموند وبخهم الالماني الوضع كان ايه قبل هذه المباراة بروسيا دورتموند متصدر الدوري الالماني بفارق نقطة واحدة عن باير ميونيخ ونفسة صعبة جدا جدا مع باير ميونيخ رجل المحتكر بطرات الدولة الالمانية ودورتموند على وشك انه يفوز ويكسر احتكار باير ميونيخ للدولة الالمانية تمام دورتموند وبخهم الالماني بيلعبوا مباراة في الدوري دانيالو سوارز لاعب بخهم عمل ضربة جزاء مع كريم اديمي لاعب بروسيا دورتموند ضربة الجزاء دي لم تحتسب كانت نتيجة كان واحد واحد تعادل وضربة جزاء صحيحة مليار في المية مليار في المية لا الحكم احتسبها ولا رجع للبار فاضل أرب كان مباراة على الدولة الالمانية ويخلص أربع مباراة المباراة دي لما تخرج تعادل يبقى فرصك في الفوز بالدولة الالمانية بتتقلص جدا خاصة ان باير ميونيخ كسب النهاردة هرتابلين وبقى هو المتصدر بفارق نقطتين طيب أنا دورتموند انت كده خسرتني الدوري وهو على وشك الانتهاء صح؟ بضربة جزاء صحيحة مئة في المئة طيب بص بقى ايدن تريزيتش المدير الفني لبروسيا دورتموند وسبستيان كيل المدير الرياضي لنادي دورتموند بعد المباراة التصريحات يعني أبدو فيها غضبهم من واقعة ضربة الجزاء غير المحتسبة وعدم لجوء الحكم ساشا سيجمان للفار عملوا ايا جماعة أبدو غضبهم بس كده آه بس كده يا حبيدة الدوري راح بس أبدو غضبهم بس طيب ويفت الحكاية لحد كده لا لجنة الحكام الألمانية طلعت بيان هقول لكم البيان بتاع لجنة الحكام الألمانية عشان فيه كلام حي لو قاوش قال لك اللاعب لم يحاول الوصول اللو هو مدافع بخوم لم يحاول الوصول للكرة لكنها عوضا عن ذلك احتكى بالمنافس اللو هو لعب دورتموند وأسقطه أرضا هذا خطأ وضربة جزاء كما تثبت اللقطات التلفزيونية يعني ايه يعني لجنة الحكام الألمانية اعترفت ان دورتموند اللي قرب يعني اللي هيخسر الدول الألماني بسبب اللقطة دي اعترفت ان دورتموند كان ليه ضربة جزاء ماشي خلصت الحكاية لا راح حكم المباراة نفسه حكم المباراة اللي هو ساشا ستيجمان نفسه طلع في تصريحات مع سكاي قال فيها الكلام الحلو اللي جيد قال لك الأخطاء جزء من وظيفتنا وأحيانا لها تأثير على نتائج المباراة لهذا السبب لهذا السبب لا اشعر بالسعادة يعني حزين ان انا ما حسبتش ضربة الجزاء وقال انا متفاهم غضب مدرب ولاعبي دورتموند وقال انا مش حكم بس انا مشجع لكرة القدم وقبل كل شيء انا بشر وأضاف دورتموند لديه فرصة للفوز بلقب البوندزليجا الاول مرة منذ سنوات وعندما يشعرون بانهم يستحقون ركلة جزاء غير محتسبة فده يجعلني اتعاطف معهم واتفهم جيدا مشاعرهم سألوا عن رأيه في عدم احتساب ركلة الجزاء قال ايوة انا اخطأت في عدم احتسابها وكان فيه تدخل من المدافع على قدم مهاجم دورتموند ولكن بالنظر الى اللقطة عبر التلفاز هتتأكد ان اللقطة ضربة جزاء مية في المية يبقى احنا هنا عندنا ايه لحد الوقت عشان اللي جاي ده بقى اتقيل قوي اللي جاي ده اتقيل قوي المدير الفني لدورتموند والمدير الرياضي لدورتموند بعد المباراة بس ابدوا غضبهم لعدم احتساب ضربة الجزاء لجنة الحكام الألمانية اعترفت بوجود ضربة جزاء مستحقة غير محتسبة لدورتموند حكم المباراة طلع واعتذر انه ما احتسبش ضربة الجزاء لدورتموند وقال ايه كمال قال ده انا بتعاطف معاهم حلو حلو قلت ياه اه كريم ما تصبر شوية هتسخن مش هتبضل هادية كده لحنا الحاجات دي لما بتحصل عندنا فيه ناس بترقابتها بتطير وفيه مشاكل كبيرة قوي طيب قلت تصبر اكيد دورتموند هايسخن ده الدوري خلص ده الدوري خلاص فاضل له اربع مطشاط هيخسروا الدوري ضربة جزاء هتخسرهم الدوري يواخيم فاتسكي الراجل اللي هو المدير الاداري لبروسيا دورتموند نزل النهاردة بيان على الموقع الرسمي لدورتموند فتحت الموقع الرسمي لدورتموند ولقيت البيان في وش قلت تعال مكتوب بالألماني لأ ترجم بقى ده انت هتلاقي الزبط هنا ده انت هتلاقي ايه بقى اتصورت يعني او توقعت قبل ما ترجم يعني مقاطعة لمباريات للتحاد الألماني انسحاب من الدوري الألماني مطالبة باقالة لجنة الحكام مطالبة ان الحكم ده ما يحكمش لدورتموند ده اي مباراة اخرى ده اللي هيبقى مكتوب اكيد اول ما هترجم هلا يدى في وش اسمع الكلام اسمع وافتح بقك معايا كده وانت مستغرب مستعيب اول الكلام عشاء كرة القدم الأعزاء ده البيان اللي هو بتاع المدير الإداري لدورتموند نحن بالطبع ما زلنا نشعر بخيبة أمل كبيرة من الطريقة التي صارت بها مباراة يوم الجمعة اللي هي مباراة دورتموند وبخوم نقشنا وجهة نظرنا مع الحكم مباشرة بعد المباراة ثم أكد لنا مدى أسف هذه نهاية الأمر بالنسبة لنا يا سلام خلصت كده خلصت والله طب خد اللي جاي قال لك على الرغم من خيبة الأمل الكبيرة لا يمكننا أن نتسامح مع أي نوع من العداء أو التشهير أو التهديدات من الجماهير للحكم عبر قنوات التواصل الاجتماعي ده كمان بينطاقت جماهيره لا ما تشتموش الحكم لا ما تهديدوش الحكم ده يوتوبيا ده خيال علمي والله خيال لقطة ضربة جزاء غالبا غالبا هتضيع الدوري من دورتموند أهي هامل يرفل ما يضرب الجزاء كل الناس تفقون حتى الحكم نفسه اعترف إنه ضربة جزاء الدوري هيروح فضل أربع مطشاط لا هنتسحب ولا مشهول لجنة الحكام ولا اتحاد ألماني فاسد ولا الحكم ده ما يحكم ليش تاني ولا سيب الجمهور يدوس في الحكم شوية وينتقده ويهجمه ويشتمه ويعمل الكلام ده كله لا ده احنا كمان هنلوم الجماهير إنها بتعمل كده ولا ولا دورتموند مثلا طلع بيان قال إن الاتحاد الألماني بيحاول بشتى الطرق إن باير ميونيخ هو اللي لازم يكسب الدولة الألمانية وإن ده فساد موجود طول الوقت وإن باير ميكسبش إلا بالفساد ولا الهوى ولا الهوى ولا بايرن أصلا اتجاب سرطه في تصريح أساسا لا تصريح رسمي ولا غير رسم طيب يقول لك أصلا كريم ما هو يعني العقلية مختلفة لا لا ما تقوليش كده بقى ده لا ما هو يعني يعني يعقلية مختلفة يعني يعقلية مختلفة أنا أفهم مثلا تقول لي والله الألمان دول لما بيصنعوا مطور العربية دول أحسن ناس يصنعوا مواتر عربيات في العالم حبيبي من عيني لكن إيه واحد بيفكر واحد بياخد قرار ودي أخلاقيات ملاهاش علاقة بيعبقرية ولا حد كرياتب ولا الكلام ده كله دي أخلاقيات وأمور سهلة الدنيا ما تهدتش كورة والناس متفاهمة وكلهم واسقين في بعض يا ما حدش قالك الحكم ده فاسد ولا واخد رشوة ولا عنده أزمة ولا 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 عايز يودي الدولة الباين ولا الكلام ده كله لا هو خطأ بس الناس واسقا أنه مجرد خطأ أنه ما تعمدش الخطأ والراجل نفسه اعترف والاتحاد الماني اعترف حاجة ملهمة نتعلم يا جماعة مش عايب والله أنا عايف أن الكصة دي عدت على الناس كده منور الكرام بس أنا وقفت عندها كتير وتابعت كل التصريحات أنا مستني اللي يشتم فين اللي هيتنرفز يا جماعة فين اللي هيتنرفز ولا واحد كلها تصريحات مسؤولة هادئة فيها احترام للجميع وكله بيحترم بعضه اتحاد الماني سريعا يرد الحكم سريعا يعتذر البروسيا دورتمون ينصح جماهيره أو مش ينصحهم كمان ده بيقول لهم احنا لم نقبل اي تهديد للحكم على السوشال ميديا ماشي في قصة تانية حلوة حلوة قوي مبارح وليد ركراكي المدير الفني ليه المنتخب المغربي واحد من احسن المدربين في العالم رابع لكأس العالم مع المنتخب المغربي كان موجود في مباراة الرجاء والاهلي وكان ليه لقطة الناس سورها له في المدرجات مع راكلة الجزاء اللي احتسبت للرجاء والرجاء ضياء لو اللقطة معنا جماعة تعالوا نزيعها وبعد كده هرجع نعلق عليها نزيع اللقطة ونرجع نعلق عليها اهي اللقطة اهي موجودة معنا بصوا جماعة هو هينفعل جدا مع احتساب ضربة الجزاء طبعا كنوكوا عارفين وليد الريفراب طبعا يعني هو شايف اللقطة وحماش شديد ومستني ضربة الجزاء وتشاط وبعد كده ضربة الجزاء ضاعت وبعد كده زي ما انتم شايفين يده على وشه وكان زعل كبير جدا على اضاعة ضربة الجزاء انفعال مع فريق الريفراب كمان دي لقطة من زاوية اخرى ايضا دي وليد الريفراب في نفس اللقطة لقطة ضربة الجزاء منتظر منتظر اللقطة في ضربة الجزاء شوفتوا اللقطة يا جماعة طيب ناخد ايه بقى يا جماعة من اللقطة الحلوة دي انا بحب ركراكي بشكل كبير جدا مدير فني عظيم عربي عظيم يعني ناخد من اللقطة دي ايه الراجل ده كان مدير فني سابق لنادي الوداد قبل المنتخب المغربي الوداد اللي هو المنافس بتاع الرجاء يعني اهل وزمالك فهو منفعل جدا مع الفريق المنافس ليه سابقا يعني اللي هو الرجاء هو حاليا المدرب المنتخب المغربي يعني مدرب كل المغربة يعني كل الفرق واللعبين وكل الشيء طلقت مفهومة وما فاش حاجة غريبة بالمناسبة يعني تأمل معايا روي فيتوريا مديل فني المنتخب مصر حاضر مباراة للنادي الاهلي وانفعل كل هذه الانفعالات روي فيتوريا المديل فني المنتخب مصر حاضر مباراة لنادي الزمالك وانفعل كل هذه الانفعالات حكاية حكاية ورواية بلاش دي تعال نرجع لورا شوية لو المعلم أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر الكابتن حسن شحاتة مدرب لمنتخب مصر ومدرب لكل المصريين والفرق واللعبين المصريين حاضر مباراة للنادي الاهلي وانفعل الانفعالات دي تفتكروا كان هيحصل إيه أنا بجيب اللعطات دي عشان نقعد نتأمل ونتعلم ونتحسن مش عشان أقنب أو أنتقد بصراحة يعني طيب بالمناسبة بمناسبة مباراة الأهلي والرجاء قلت لكم مباراة أنه في أغلب الظن الأهلي هيواجه الترجي في تونس دون جماهيره تبقى لعقوبة الكاف اللي كانت بإقاف تنفيذ مباراتين منذ عامين عشان مباراة جماهير الترجي قررت حوادث الشغب أثناء مباراة شبيبة القبائل طيب نفهم أكتر نعرف أكتر مع زميننا المميز دوما طارق طلعت مدير تحرير موقع كورة بلاس يا طارق مسائل فل مشرف ومنور مسائل فل عليك يا كريم ومسائل فل على مشاهدينك قل لي بقى الحكاية إيه الأهل هل لعب الترجي في راديس بدون جماهير ولا بجماهير دوسها يا كريم هي الحقيقة التي لا تقبل الشك أن الأهلي هيقابل الترجي التونسي وهو موقع عليه عقوبات أقل لها أقل لها هتبقى غياب الجمهور عن ماتش نصف النهائي أمام النادي الأهلي ده لي يا كريم أنت طبعا ذكرت أن أحداث شغب حصلت بين الجمهور الترجي وبين الأمن استدعت حكم المباراة أن هو يوقفها لفترة معينة قبل أن تعود المباراة طبعا الناس كلها بتتكلم من أمام أن كانت عقوبة على الترجي التونسي وبالتحديد في يونيو عشرين وواحد وعشرين كان في ماتش الأهلي وقف بسبب أعمال شغب في المدرجات بعد كده لجنة الانضباط في الكاف قررت أن الترجي ياخد عقوبة أربع مباراة بدون جمهور منها مباراتين حيتطبق فيهم منع من حضور الجمهور ومباراتين معقاف التنفيذ مع شرط عدم إدانة الترجي في مثل هذا الأمر المدى 24 شهر تنتهي في يونيو عشرين تلاتة وعشرين طيب لكن احنا بعد المراجعة كريمة تأكدنا أن نادي الترجي خرقوا العقوبة دي فاتمنعوا من الجمهور في الماتشين اللي هما كان معقاف التنفيذ فكده مفروض أن العقوبات كلها خلصت من على نادي الترجي لكن ما ذكرته في بداية حديثك أن نادي الأهلي في رجح الترجي بدون جمهور أنا أعتقد أن هي هتبقى صحيحة وحقيقة لا تقبل الشك خاصة أن لجنة الانضباط هتاخد قرارات مستعجلة كمان قبل مواجهة النادي الأهلي أو قبل الدور المقبل خاصة بالجمهور وأنا متوقع أنها تبقى قرارات قوية ورادعة أقلها أن نادي الترجي يتمينع من حضور جمهوره لفترة أنا ما ظنش أنها تبقى قليلة بالعكس يا كريم أنا شايف أن القرارات ممكن تبقى أقوى وإحنا مش بنقول كده يعني من وحي الخيال إحنا بنقول وفقا لوقائع سابقة وفقا للواحي الاتحاد الأفريقي على الشاكريم أستطول عليك فأنا هقولك بسرعة المادة التي تتكلم فيها أو توصف الموقف الذي حصل مبارح فيه ملعب رادس اللي هو لو قرر حكم إيقاف المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي بسبب الاعتداء على الميدان أو الاعتداء على الفريق الزائر يعتبر الفريق المضيف خسر ويتم استبعاده من المنافسة وده أنا شايف أنه هو ينطبق بنسبة 80% على وقاة التراج مبارح في المباراة طيب إيه اللي يحسم الموضوع يا كريم يحسم الموضوع تعرير الحكم طيب ليه أنا بقول أن الحكم هو اللي يحسم هذه الوقاعة أن الموضوع حصل قبل كده في دوري أبطال أفريقيا بيه أشكال مختلفة وكان بطالها الحكم إحنا لو رجعنا في 2016 كان في مباراة بين وفاق ستيف وبين سانداونز الديئة 90 والنتيجة 2-0 لسانداونز بالمناسبة كان الزمالك في هذه المجموعة بعد كده الحكم حسب ديئتين وقت بدى الضائع مع بداية الديئة 90 يعني الديئة الأولى في الوقت بدى الضائع ومهور وفاق ستيف بدأ أنه هو يشترك وعمل نفس المشهد اللي حصل في الملعب رادر بعدها الحكم يعني خلاص التئتين لهم الوقت ضائع خلصوا الحكم صفر وكتب في تقريره أنه هو تم الاعتداء على الملعب وتم إلقاء يعني حاجات أصابت فريق وفاق ستيف ووقتها أصابت عناصر فريق سانداونز ووقتها تم استبعاده وفاق ستيف الأمر نفسه تكرر مع الترجي والنجم في دوري أبطال أفضيقي 2012 بسبب شغب جمهور نادي النجم بعد هدف وتم استبعاد النجم أنا بس عايز أوصل معاك لحاجة طارق عشان بس مش عايز أقطعك من بدري يعني أنت بتقول لي أنه أصلا ممكن يتم استبعاد نادي الترجي من البطولة أنا شايف أن هي أنا قلت لك أن الموقف اللي احنا كلنا شوكنا ينطبق 80% على اللايحة أو البند اللي احنا اتكلمنا فيه يحسموا الحكم يا كريم وتأرير مرائب المباراة دي مفاجأة طارق طيب سؤال تاني هل وفاقستيف قدم شكوى عفوا شبيت القبائل هل قدم شكوى ليه الكاف بيطلب فيها استبعادة الترجي والسعود بدلا منه في نصف النهاء ولا شبيت القبائل حتى هذه اللحظة ما خدش أي خطوة لا حتى هذه اللحظة لم يعني شبيت القبائل لم شباب بالزداد لم يتقدم بأي حاجة ليه الكاف بخصوص موضع مبارح لكن احنا شفنا مبارح ان المشهد ما كانش يستلزم او يعني مش منتظر ان اي اطراف تانية تدخل لان لجنة الانضباط في الكاف هتاخد القرارات دي يعني انا شايف ان هي هتبقى بسرعة جدا خاصة يا كريم ان انت بتتكلم على جمهور وعلى فرقة الموضوع ده اتكرر معاهم اكتر من كذا مرة لدرجة ان ادارة نادي الترجي بشكل نقدر نقول شبه مستمر على طول في تحذرات وتوعيات للجمهور من عدم ارتكاب هذه الامور لان لان اصبحت وقاعة مكررة تهم يا كريم انت لما الملخص اي طريق الملخص بالنسبة لي دلوقتي ان انت بتقول لي لو الكاف خد قرار باقامة مباراة الاهل والترجي القادمة بدون جماهير فهدها تعتبر وكأنها عقوبة مخففة على الترجي بالضبط انا شايف ان هي هتبقى يعني ارحم عقوبة على فريق الترجي عشان كده قلت لك ما ذكرت انت في بداية الحديث هو امر صحيح مية في المية صحيح طريق طلعت زي مننا المميز دوما المدير تحيير موقع كورا بلاس انا مشكلك شكرا جزياء على هذه المدخلة وكل هذه التوضيحات كالعادة مميز طريق طلعت بصراحة فيما يخص كل الامور الافريقية يعني طيب نروح لي اخبارنا النهاردة مارسي كورا مدرب النادي الاهلي خلال رحلة عودة الفريق من المغرب بعد خود مباراة الرجاء عمل جلسة خاصة مع محمود عبد المنعم كهرباء قال له انا شايفك مضغوط جدا نفسيا وعصبيا وده مأثر عليك في الملعب وانا ما عنديش اي مشكلة ولا متدايق علشان عارف اللي عندك وعارف مستواك وعارف انت بتعمل ايه شيل كل الضغوط اللي عليك ومسمح لك تبقى بعيد عن مستواك في بعض الفترات ولكن انا عندي ثقة فيك وعايزك تركز في الملعب وانا داعم ليك ومش هعمل عليك ضغط وقلت اجيبك اقعد معاك علشان اشوف واساعدك انك ترجع تاني لمستواك وقال له كمان تغييرك في مباراة الرجاء كان لوجهة نظر فنية في زل يعني ان احنا كنا قربنا من الفوز بالمباراة او السعود للدور القطة طيب ايضا مرسل كرة خلال العودة من المغرب جاب محلل اداء في الطيارة وخلاها عرض فيديوهات على بعض اللاعبين من مباراة الرجاء ابرز اللقطات دي كانت لقطة رجل الجزاء اللي احتسبت على اليو ديانج اليو ديانج انت لاعب دلوقتي عندك خبرات كبيرة لاعب مهم جدا في تشكيلة الفريق وما انفعش ترتكب الاخطاء دي في المباراة الحسيمة وتكون حريص جدا على تدخلاتك داخل منطقة الجزاء خاصة ان المباراة الترجي اللي جاية مش هتكون سهلة ولازم تركز طيب كلها كمان واجه كلام والكل اللاعبين وقال لهم انهم عايزهم يركزوا في مباراة الترجي اللي جاية بغض النظر بغض النظر سواء هتقام بجمهير او من غير جمهير بس قبل مباراة الترجي قال لهم طبعا لازم التركيز في هذه اللحظة على مباراة السوبر يوم الجمعة القادمة حكاية امام عشور اللي ما بتخلص هل امام عشور هينتقل للنادي الاهلي هل امام عشور هينتقل كل يوم بتقروا الكلام ده كل يوم امام عشور راهم النادي الاهلي النادي الاهلي كان عامل مثلا كبري امام عشور حضر عزومة عشاء عملها محمود حمدي الوينش لعب الفريق ليه لعبي الزمالك في الساعات القليلة الماضية امام عشور في القعدة دي اقسم لهم إنه لا يتوجد أي مفاوضات مع النادي الأهلي وإن الأمر مغلق تماماً بالنسبة له وإن وضعه هو إنه يستكمل رحلة احترافه مع مثل أو ينتقل لفريق آخر في أوروبا ولكن لو هيرجع فهيرجع نادي الزمالك ده كلام إمام عشور لزماله في نادي الزمالك تاني ده كلام إمام عشور لزماله في نادي الزمالك في الوقت الحالي في الوقت الحالي بكرة أنا محدش يعرف بكرة فيه الزمالك كمان صرف مكافئة الدوري عن الموسم الماضي وبعض المكافئات المالية المتأخرة قبل مباراة السوبر عشان يحفز لعبي لهذه المواجهة ويشيل من عليهم بعض الضغطات كمان الزمالك أغلق أي مفاوضات مع أي لعب ينتهي عقده أو طالب أنه يتعدل عقده إلى ما بعد مباراة السوبر ومسؤولي نادي الزمالك وصفه المباراة إنها هتكون مباراة الموسم وهتكون حاسمة في مصير كثير من اللاعبين طيب النهاردة بيراميدز كنت سيبها في الآخر دي عشان عايز أتكلم شوية عن بيراميدز بيراميدز ودع ودع بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد ما خسر من مرومو جالانت الجنوب أفريقي واحد سفري من مباراة العودة بعد ما تعادل فيه القاهرة واحد واحد أداء النهاردة بيراميدز مكانش جيد أداء بيراميدز في المباراة الماضية مكانش جيد وودع بيراميدز البطولة من دور ربع النهائي وحاجة تحزن وحاجة تزعل خمس سنين خمس سنين على مشروع بيراميدز وأنا بصراحة من الناس اللي شايفة أن مشروع بيراميدز ده كان يبدو أنه مباشر سيبك من كل حاجة حصلت جماهرية وانتقادات وفلوس ومصاريف سيبك من كل حاجة أنا اللي كان حزبتي إيه أنه أنا بقيت أشوف مباراة بيراميدز الأهلي بقيت مباراة من مباراة القمة بيراميدز الزمالك بقيت مباراة من مباراة القمة يعني بيراميدز أضاف للقرى المصرية أضاف تمام؟ أضاف مباراة ممتعة ودعي أن أنت بتبقى مستني مباراة بيراميدز مع فريق صح كده؟ حط دي على جنب بيراميدز مشروع كان فيه استثمار كبير على لعبين وعلى مدربين وشيء حتى ما شفناهوش قبل كده في الكرة المصرية برضو قصة أنه كان مسؤولة عن أنه اللعبة أسارها تغلوها دي ليها وعليها ليها وعليها يعني إيه ممكن نادي آخر يكون هو المسؤول ممكن نادي تالت يكون هو المسؤول مش هنخش في الجدل ده أنا اللي مزعاني على بيراميدز إنه في خمس سنين ما قدرش ياخد بطولة آه صحيح وصل وصيف دوري وصيف كاس وصيف كونفيدرالية بس ما قدرش ياخد بطولة حتى هذا اللحظة بكل الصرف ده إذن هناك خلل ما الخلل في رأيي إن المشروع نفسه لم يتم تأسيسه تدريجيا يعني إيه يعني أول موسم ممكن أجيب فرقة عندها طموح شباب صغير لعبين نفسهم ياخدوا بطولات ما يليش لازم أجيب كل الفرقة تبقى العيبة الصف الأول في مصر وفي أفريقيا وفي العالم ممكن أأسس السنة اللي بعدها أدعم بإسمي كبير شوية السنة اللي الثالثة أدعم بإسمين كمان هتلاقي الفرقة في التصاعد وهيبقى التصاعد مقبول يعني حتى لو وصلت للسنة الخمسة وإنت مخذتش بطولة كنا كلنا هنتفاهم ده إنت لسه عمال تطلع ليه إنت في خمس سنين بتاخد مركز تاني مركز تاني في بطولات مختلفة فهنتفاهم ده لكن إنت بيراميدز كمشروع قدتنا إحساس إنك من السنة الأولى هتاخد بطولة السنة التانية هتاخد بطولة التالتة كل ده ما فيش طيب طيب أنا بقولي الكلام ده ليه بهبط الناس يعني بقولهم خلاص بقى بيراميدز كفاية على إيه كده لأ ولأ ليه أنا بقولك كميتون دول عشان اللأ دي لأ ده مشروع له كثير من الإيجابيات وبعض السلبيات لو لأي النصيحة لإدارة نادي بيراميدز ملأك نادي بيراميدز المشروع ده مشروع الفريق سيبك من الأمور بقى الحاجات الإدارية والحاجات البيانات اللي بتروح وتيجي مش هعمليش ده أنا بتكلم على الكورة دلوقتي المشروع بتاع فريق الكورة ده ينفع ينفع يتعامل منه حاجات عظيمة يعني أنا لو مسؤول دلوقتي في بيراميد أو أو ليه رأيي في فريق الكورة لا أنا مش عايز كل الأسماء الكبيرة دي في الفريق أنا عايز ناس خبرات وعايز ناس شباب وعايز ناس عندها اطموح البطولة ما خدتش بطولات قبل كده عايز التنوع ده في الفريق وصبر وهدى مش لازم تاخد بطولة بكرة مش لازم هارد لك لبيراميدز النهاردة زعلين طبعا على بيراميدز خلاص احنا ما بقاش فاضل لينا غير الأهلي بس ممثلا عن الفرق المصرية في البطولات الأفريقية ونتمنى طبعا التوفيق ليه النادي الأهلي واستمرار مشواره في دوري الأبطال طيب اخر حاجة قبل ما نروح لضيفي العزيز محمد فخري لعب النادي الأهلي خد صورة هو في الملعب وكان وراء جماهير صورة سلبي وكان وراء جماهير نادي الرجاء الدنيا قامت وما قعدتش عليه في السوشيال مياه هدلنا اللقطة يا جماعة الدنيا قامت وما قعدتش ازاي تتصوى مع جماعة ازاي 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 والانتقادات فهو اضطر يرد عليهم عن انستجرام في ستوري أخرى ولا جماعة كده كفاية ده الموضوع عدى حدود النقض يعني الجميع النادي الأهلي طيب انا عندي لوم على الجميع الانتقادته على السورة عشان انا شايفت ان السورة عادية حتى لعيبت النادي الأهلي حاولوا يدعموه بعتيها بسورة في المطالة وما بيشاوروا عليه يعني سورة عادية يعني تصور جمي جميعين رجوان تصور جمي جميعين ده سورة عادية بس احنا احنا بقيت الموضوع عندنا زيادة شويتين مش عند كل الناس هتقولنا يا جماعة السورة بتاعت الدعم بتاعت لعيبة النادي الأهلي فده لومي على بعض الجميعين الليلة اللي داخلت هجمة الراجل بس بصراحة برضو عندي لوم على محمد فخري بما انك لعب في النادي الأهلي تحمل كل الهجوم والانتقادات حتى لو شفتها مش منطقية كل شيء ما تردش أبدا أبدا محمد صلاح يبقى منازل سورة مع أولاد يقول لك إيه الحق ده منازل سورة مع أولاده وإحنا كنا مش عارف عندنا يعضو إيه ينتقدوه وهجوم شرس تلاقي محمد صلاح مسلا رد على حد لا كريستيانو نالدو يقول لك هستو ما نجيحش هستو ما عملتش مش يرد على حد لا دي أسماء كبيرة فهي دي الأسماء اللي احنا بنتعلم منها كلنا فنفس القص سيب الجمهور يقول له عايزه يحبك يكرهك يلومك ينتقدك يشيت بيك سيبه يعمل له عايزه ما تردش أبدا أبدا حتى لو رد محترم زي اللي أنت عملتوا بالمناسبة تنمتش حاجة كلام محمد فخري يعني يعني هو لم يتجاوز بس ما تردش أصلا أصلا يعني ودي بقى ليه دور فيها طبيب النفس اللي موجود في النادي الأهلي إدارة الكورة في النادي الأهلي كل الكلام ده لازم يتقلل لعيبة طول الوقت ما تردش أبدا أبدا مهما كان حجم الضغوط عليك ما تردش أبدا على الجماهير طيب بعد الفاصل معايا واحد من الأسماء الكبيرة جدا في تاريخ الكورة المصرية وتحديدا في تاريخ النادي الأهلي أقصر اللعبين حصدا للبطولات مع النادي الأهلي كائد تاريخي ليه النادي الأهلي اليوم النهاردة أكيد معاه هيبقى يوم حلو فيه حكايات عظيمة جدا وفيها كلام كتير عن النادي الأهلي الكابتن الكبير كابتن شادي محمد نيجب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق بعد الفاصل خليكم يا عادي يا عادي 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 هو الكابتن هو نستاذ هو شادي محمد يا جمالك يا شادي يا جمالك يا شادي يا جمالك يا نادي أهلي يا شادي يا جمالك يا شادي وينورني جمعت لكم كده قبل الفاصل هو واحد حرفيا يعني من أساطير النادي الأهلي واحد من أسماء الكبيرة التاريخية في تاريخ النادي الأهلي أقصر اللعبين حظنا للبطولات قائد تاريخي ليه النادي الأهلي لعب عظيم مدافع عظيم مع النادي الأهلي وبالتأكيد مع منتخب مصر اللقاء ده شخصيا مستنيه بقالي فترة لكثير من المواضيع الشائكة وغير الشائكة كابتن الكبير كابتن شادي محمد كابتن شادي مشرفه كريم أنا مبسوط جدا لأنا موجود معاك وتحياتي لك وكل فريق عملك كمان بقول لك كل سنة وانت طيب انت عارف لك معزة في قلبي وانت راجل برضو مش عايز أتكلم باعلى انتماءاته كده عشان نتكلم انت في الإعلام دلوقتي ولكن من الناس أو من الشخصيات اللي أنا على المستوى الشخصي باحترمها ده شرف لنا جبير يا كابتن شادي شكرا جزيلا طيب تعالوا نروح نشوف الأول تقرير عن الكابتن الكبير كابتن شادي محمد نرجع بانتكلم براحتنا نخليكم معنا شادي محمد القائد الأنجح في تاريخ الأهلي والأرقام لا تكذب قائد المارد الأحمر في جيله الذهبي والذي حصد 25 لقبا على كل المستويات المحلية والقرية كقائد للأهلي ليصبح أكثر من حمل كؤوس ودروعا في تاريخ القلعة الحمراء قائد الأهل التاريخي بدأ مسيرته مع نادي الكروم في عام 1997 قبل أن يتألق بشكل ملفت جعل المارد الأحمر يتحرك لضمه بعد عامين فقط من ظهوره لينضم إلى القلعة الحمراء في عام 1999 لتبدأ مسيرة التألق بالقميص الأحمر استمر رشاد محمد مع النادي الأهلي حتى عام 2006 قبل أن يتحول من مجرد مدافع ضمن الكتيبة الحمراء إلى قائد الجيل الذهبي الذي أكل الأخضر واليابس في مصر وأفريقيا ليصعد إلى منصات التتويق ويرفع اللقبة والآخر خمسة وعشرين مرة قائدا للمارد الأحمر ويتحول شاد محمد إلى أيقونة أهلوية كأكثر من حمل ألقاب في تاريخ النادي الأهلي وذلك حتى موسم 2009-2010 حيث رحل عن النادي الأهلي إلى الإسماعيلي انتقل شاد محمد إلى الإسماعيلي واستمر بقميص الدرويش لمدة موسمين وكانت أبرز لقطاته بالقميص الأصفر عندما سجل هدفا في مرمى الأهلي أكمل شاد محمد مسيرته بعد ذلك مع الاتحاد السكندري ثم تليفونات بنسويف حيث أنهى مسيرته الكروية المليئة بالألقاب والخالدة في تاريخ القلعة الحمراء بأرقام لا يستطيع أحد أن يحققها مهما طال الزمن تاريخ عظيم جدا جدا مفيش مشجع أهلاوي لما بيشوف اللقطات داية إلا لما يفتكر الجيل بحاله مش بس يفتكر الكابتن شادي محمد جيل استثنائي عظيم في تاريخ الكرة المصرية مش بس في تاريخ النادي الأهلي أنت كابتشاهد لما بتشوف اللقطات دي بتفتكر إيه يعني أنت وبتفرج حد دلوقتي اللقطات اللي بتدور في دماغك اللي بيدور في دماغي لحظات في التاريخ لا تنسى زي ما أنت بتقول يعني مثلا تخيل أنت الجيل اللي بتتكلم عليه أنا كنت قابليه بست سنين في النادي الأهل بس كانت فيه إحلال وتجديد يعني أنا مش هنلعيبة اللي حضرت كابتن صالح سليم كرئيس للنادي وحضرت مجموعة المحترمة الواحد تعلم منهم برضو حب النادي الأهلي زي كابتن حسام حسن وكابتن أبريم حسن بتصلح الدين هادي خشبها شامحنا في علي مهر حضرت شوية بس كان في التوقيت ده بقى حلال وتجديد رحنا للجيل ده تكون في عدد سنين هو ما جاشت اللعيبة على طول ثلاث لعيبة في اتنين لعيبة في ثلاث لعيبة ثم تيم بيتسيد أفريقيا تموح خلاص رجولة احساس بالمسئولية احساس بقيمة جماهير النادي الأهلي وتشيرت النادي الأهلي اللي لازم تضحي علشانه علشان حتى في التفكير اللعيبة والإدارة وحتى الجهاز الفني بنقلك صورة حقيقة كان اللي انت ازا تسعد الملايين من الأهلوية ده كان أكبر حافز للجيل ده اللي انت كل حاجة بتروح تشتغل فيها دوري سوبر أفريقيا سوبر أفريقيا حتى كس العالم لما حصل إخفاق رجعنا تاني بنفس اللعيبة وجبنا أول برونزية في تاريخ النادي الأهلي فجيل ليه كل الاحترام والتقدير كل مجالس الإدارات والعبت للنادي الأهلي على مدار التاريخ وأنا دايماً بقول جيل حق جيل عظيم جيل محترم لكن برضو في أجيال صنع التاريخ كبير جداً للنادي الأهلي ومجالس إدارات تعبت وجماهير سفرت وتحدت وكل حاجة كويسة هي دي منظومة العمل أنا أعرف كثير من جماهير النادي الأهلي لما كنتوا بتسافروا مباريات أفريقية أو أعربية يعني كان دايماً يقولوا إحنا يعني بدينا بضع قاعدين مع الكابتين الشادي محمد طولي المأصورة دايماً كانت علاقتك مع الجماهير تحديداً اللي بتسافر طبعاً أنا عارف علاقتك دايماً مع جماهير النادي الأهلي علاقة عظيمة بس وانتوا بقى في السفلات الخارجية كنتوا دايماً بتحاول تبقى مقربة بصة كريمة أنا أقول لك الحاجة يعني مش بحب أبالغ قوي بس من أول المأصورة بيبقى فيه جماهير القديمة قوي اللي بقى لها مثلاً أربعين سنة انت فاهم طبعاً أنا عارفهم بالإسم كلهم حتى لغاية النهار دا لما بروح والله يعارفهم روح للجروبات اللي اتعاملت بعشقهم من إخلاص ومحبهم للنادي الأهلي بيحبوا النادي الأهلي قوي بإخلاص مش مستنين أي حاجة حتى فيه أغنية من الأغاني قال لك أنا ولا عضو فتتشو ولا مش عارف بدفع أي حاجة أنا محب وعاشق فعشان كده كنت دايماً قريب منهم بحب هتفاتهم في بعض الأمور اللي مش بحبها زي أي حد لكن في الأول وفي الآخر السند والدرة الحقيقي للنادي الأهلي جماهيره لأن لو لا جماهير النادي الأهلي ما كانش عدد البطولات الكبير ده هيبقى موجود ودي أمانة وأنا عشرت ده وشفت ده قد إيه كان فيه فرق قوي كان إيه بيعنده فرق قوي لك مخدش حاجة صح الدافع الجماهيري كان فاق شوية المصري في وقت من الأوقات جامد جد بس آه كان فيه جمهوره بتاع بس ثقافة ثقافة المركز الأول بتفرق والمنثالي بتاع نادي وجماهير بيفرق بشكل كبير قوي طيب خش في الجد بقى يلا بيلا اللقاء عظيمة وزي ما قلت لك عشان عارف تفاصيلها كمان من جوة قوي مع جماهير نادي الأهلي وقت ما كنت تلعب أي دخلت بعد كده طريق الإعلام أي إعلامي ومحلل الآن رائع جدا في أونسبورت كمان ومقدم برامج في عدم من قناة تحديدا كمان كان قناة النادي الأهلي في البدايات وبدأت العلاقة تطلع وتنزل شوية شادي حامي حمى الأهلي وأكتر واحد بيحب النادي الأهلي وشوية شادي محمد ما بيحبش النادي الأهلي يرجعوا تاني يقولوا لا شادي محمد ده أعظم من يتحدث عن النادي الأهلي ده بالنسبة لجميع النادي الأهلي بس أخش لك شوية على جميع النادي الزبالك بس نخلص الأول موضوع الأهلي ليه العلاقة تلعت ونزلت مع جميع النادي الأهلي بعد الاعتزال أو تحديدا بعد عملك في مجال الإعلامي ده طبيعي مش كل الأراء وانت بتشتغل بالإعلامي لازم تحارب على قناعاتك وفي ناس عظيمة لما عملتها في حياتي عرفت لما بتؤمن بنؤمن بربنا سبحانه وتعالى أكيد لكن في أشخاص في الإدارة تؤمن بشغله في الإدارة على سبيل المثال مثلا زي كابتن حسن حمدي هل شفته في الإعلام كتير؟ لا هل شفته في اجتماعات مع اللعيبة كتير؟ لا تشوفه في الأقوات الصعبة شوفه لما يبقى فيه حاجة غلط لكن في الإعلام برضو لا ممكن يجتمع بلعبته مدرسة تعلمنا منها كلها والشخصية زي قراري نابع مني مهما حصل ضغوط علي لأنه هيكتشفه في الآخر اللي أنا صح لأنه أنا يهمني أنجح بشكل فردي وبشكل جماعي أسعد الجماعير اللي أنا مسؤول عنه منويل جوزي هل يختلف على شخصيته القوية؟ هل حد بيأثر فيه؟ لما كان لعب يسخن ويقوله المنويل جوزي حسينيا ياسر روح برجع حسينيا أقعده جنبه أصلا أصلا حد روما محتاجه أبو تريكا مفيش نزول هو بحرشك كده ما يحبوش الجامعة يتفلو أنا اللي بلاع هو بيعملها وعارف طبعاً عايستفيد من اللعاب قمت ولكن الشخصية القوية فأنت في الإعلام أكيد عارف أدفع عن نادية إزاي وجمهوره ولعبته وأعضاء جامعاته العمومية وكل الكلام ده ناعد في قناة نادي فأكيد بكل حاجة بعملها بحب وبفكر فيها وبشوفه وبتابع وأنا ضد اللي بيقولك أنا ما بشوفش حد كله بيشوف كله بيتفرق طبعاً ولكن هنطلع لازم أشوف كريم عنده حاجة حلوة ممكن أخدها منه بس فتفيد أو حتى اللي قدر فيه نواقص فنشوف كمان النواقص دي ما عملهاش أنا كمان يعني كله منتعلم برفع عليك الحمد لله بصة أنا من غير ما أدخل في تفاصيل أهم حاجة اللي أنت تبقى راضي عن ده هل في حاجة بتعمل حاجة عشان تدايق حد ودي مهمة جداً أنا كريم لأنه ممكن أنا ييمك متدايق قوي إزاي هاجمني كده إزاي دخل في نياتي وأنا مش كده صح صح أنا كنت بخلي بالي من ده جداً عشان ده كمان كنت لعيب بزا أنا عقبري منطقات لعب حتى وأنا بحل وجه أقول إيه اتشرتت إيه لعليك كلمة مش حلوة أقول فيها عدم توفيق اللاعب يقتنع بها عدم توفيق وعدم توفيق حيروح هو يتمرن يغير من ده بلاش الكلام بساحات بيبقى قاسم مش حلو فبحكم اللي أنت لاعب وحافظ عقلية النادي وجماهير النادي فساعدني طيب هل هو شادي لما دخل نجح أطبع لو أنا محدش جاب سيرتي أبقى حد فاشل جداً لكن الكلام كان كتير قوي وعندي غلطة الصراحة يعني يا حلو بسا جاي لك في السؤال اللي جاي ده وإنت بتحقق على رأيك بقى كان فيه غلطة ولا ما فيش غلطة لا طبعاً عندي غلطة عندي كنت بتكلم البرنامج بروح اللاعب يعني ايه هقول لك أنا يعني بروح المدرج واللاعد اللي هو ايه في حاجات أنا وأنا إعلام لازم يكون هادي صح بالراحة صح عشان توسع لكن لما تعصب ماهلو في البيت لو هو بيتعصب وبيحبني جداً هيتعصب زي بقى شخص متعصب وده غلط صح فده اللي أنا تعلمت واللي أنت الهدوء يوصل أكتر وحتى لو أنا بانطقت حاجة من وجهة نظري صح اللي قدامي حايز توعبة وممكن يكلم لك من إنه متعصب مش هيكلمي هيزعل مني وده وأنا مش ببص للزعلة بتاع بس حقيقة اللي كنت برضه بكتسب خبرات بتعلم ايوه ده الحقيقة النهاردة شادي مختلف تماماً تماماً عن شادي كان بيقدم مثلاً من 18 سنوات هل فعل حاجة في الحوال لما تعمل حوال مع إعلامي تمام إنه بيتكلم أو بيجاوب على الأسئلة اللي أنت بتبقى ناوة تسألها بالضبط يعني أنا مثلاً كنت عايز أقول لك إنه في مجال الإعلام أكيد أنك بتبدأ حاجة جديدة أنت أنا مش شادي محمد أسطورة النادي أنت هناش ده شغل تاني جديد خالص أنا مش لاعب فكنت إسا أسألك هل اتعلمت أنا حاس أنه البدايات ما كانتش جيدة أو كان فيها نواقص وتعلمت ودلوقتي ووصلت وحسيت أنه لازم أبقى أكثر هدوءاً وأكثر تعاملاً بشكل هادي مع الجمالير والدي اللي أرحمه كان بيقول لي كان تاجر يعني فكان بيقول لي جملة جميلة جداً بيقول لي ما زلت بتعلم الوقت اللي أنا أقول تعلمت كل حاجة دي بداية الفشل بقى مش ها فهو ده أنا ماشي ببعض الكلمات برضو من والدي اللي أرحمه أنا كنت طول الوقت بتعلم وبأسأل على فك أسأل مخرجين كبار في الفان كان ليه أصدقاء مساء أسأل إيه رأيك أعمل في الموقف ده إيه ما عنديش الخبرة لأ نقشه بالشكل ده عشان دي جماهير تستعال عندي ناس في الرياضة لعبة كرة كبار موضوع إيه اللي نقشته قبل كده في الأعلام وإنت مروح قلت لأ أنا النهاردة بينكو سين كده أفوارت أو ما كانش المفهود أتكلم عنه بالطريقة دي موضوع بعينه موضوع بعينه أه ماينفعش وأنا كل اللي في النادي الأهلي كلهم ولاد الأهلي كل اللي في الأهلي كلهم ولاد النادي الأهلي في حد بيحلفه التوفيق وبيشتغل واحد تاني بيعط في واحد بيحب الأهلي لما يجيله شغل من الأهلي واحد تاني بيبقى عادي مش شايف في النادي الأهلي خلاص رغم اللي هو ابني من أبناء الناد أنا مليش دعو بالعلاقة دي ماينفعش أتدخل كأعليم فهمهم ده واحد بحاول أوصل اللي هو إيه هو بيحب النادي الأهلي عند حاجة معين لازم ياخد منصب معين هو مش شايف الأهلي خالص لما ما بياخدش حاجة ممكن أحساء أحيانا طريقة التفريق ماينفعش أتدخل في ده رقم اتنين لما في ناس كتير بتهاجم النادي الأهلي المفروض الشجرة متعلمنا كده الشجرة المسمرة بيحضفوها الناس بالتوب الناس النجاح كان يفطس فيه زي بلغة الشارع أو بلغة الناس البسيطة يوقعوا في النجاح وده مش عارفين أنا كنت باخد ده تعالا تعلم من النادي الأهلي إعلامي بقى صحفي موقع خاصة أن أنت كلاعب كنت دايما علاقاتك عظيمة مع كل الجماعيين أنا غلطت غلطة ودي حقيقة أنا مثلا كريم قال حاجة من وجهة نظر أنا المفروض التليفوني دايب أشغل طول الوقت كريم أدردش معاك أفهم أنت نوايك إيه لقيتها اللي هي تدر بالأهلي لا لازم أتكلم في الموضوع أنت بتقولك يا سائك على سبيل المسال لكن أنا كان توقع بتقولك على سبيل المسال ولا أنها حصلت فعلا لا لا على سبيل المسال بصة كريم هي حصلت فعلا هي حصلت فعلا خلانا نكلم بصراحة هل لو أنا شخص قلبي دا بيشيل حاجة هل حاجة هي للكريم لا طبعا بالعكس أنا أول ما قالوا لي كانوا تقولي الدرامالي وقلتوا لأ لازم أبقى موجود وما تجيبش موافقات ولا أي حاجة أنا حيجي بصراحة ليه؟ ما شرف لأك محتاجة أتكلم معاك وقدام الناس على الهواء لأن الكلام ما ينفعش أنا من الشخصات اللي بتقولي أي حاجة على الهواء اللي في ضميري اللي في نياتي اللي بيحصل صحيح انت قطك انت وكريم صحيح هل أنتوا مش أصدقائي؟ طب على فكرة أنا مرة كان كريم ومدام بتاعته كانوا في النادي الأهلي بيأكلوا جو فعز المعمل أهل اللي روح تسلمت عليه مع أني ممكن أقولي أنا اللي كابت النادي لا ليه هو اللي ييجي فهم لا ما عملش كده وزمالك دايما بيقوله كده يعني زمالك اللي كما بلعاب معاك في جيلك يقولك شاية محمد جريء ودايما يعني شخصيته حتى زعمل حد بيروح يقولي أنا زعمل منك لأ أنا أقصد بص أنا بحب الأهلي جدا بس مش واصي عن النادي الأهل حلو حلو الكلمة دي صراح أب عشاءه وما بقبلش كلمة عليه وعندي من أولوياتي في حياتي نادي الأهل ولما بلعب النادي الأهلي وعندي أي حاجة بعد ما بطلت كل حاجة تتلغي أقصد اللي أنا لا مش عمل أي حاجة غير دا الأهلي عشان دا صاحب الفضل على دا دا النعمة الكبير للي ربنا الدهاني دا أي حاجة حضركة ما بتستضيفني بتعمل التقرير دا أنا قاعد فخور مبسوط بالبطولات اللي اترفت طبعا طب لها أنا وفي مكان تاني كنت حرف على البطولات دي كلها يبقى النادي دا صاحب خير على مدارس ولادي على المستوى الشخصي أنا بعلمهم بستثمر فيهم مين السبب الأساسي أنا أنا تعبته وشقيته كل حاجة بس لو لا النادي العظيم بجمهوره بإداراته بزميلي اللي كانوا موجودين ما كنتش وصلت لده فأنا مؤمم دا فبغيور على النادي الأهلي شويتين ففي الوقت دا بقى أي حد كان بيقول كنت بروس مش شايد يا عم شادي موضوع بصير يعني بس لو أنت رأي عادي يعني عادي يعني إحنا نفتقد حاجة بقى مفروض إحنا من سن بعض ونسينا حتة الإخرج كده من القوس اللي إنت عاشته ككابتل للنادي الآن دخلت مجال تنتقد عادي طبعا ويشاد بيك عادي اللي تقال عليك بتقدم حاجة كويسة كل دا أوكي ليه لما نختلف وده أنا ما بعملوش ما نتكلمش ليه بقى في لغة حوار محترم لا وبعدين إعلامي يطلع يقول لك عارف ليه كارين هقول لك أنا يبقى في مجموعة عايزة ميل يمين شوية المصلحة ما فيبقوا قريبين من كارين شفت إيه الحق كابتن شادي محمد فرمك قطعب بص خلص عليك النهار أنا بقى عمري عمري ما حد لعب فوداني وأول حاجة بعملها الموضوع دا مش هتكلم فيه مهما أنا أنا شفت بشوف الفيديو وبتفرج بروح أتابع كل حاجة بالليل فكان حب زيدة شويتين أنا اعترفت دلوقتي اللي كان فيه بعض الأخطاء طبعا فيه نجوم في الإعلام كنت أتكلم بمنطقة القوة بمنطقة القوة منجوم كبار كنت شايف اللي كان لازم أرفع سماعة التليفون الأول كابتن بعد إذن حضرتك فيه تجاوز في حقي وفي الشخصي وأنا يا راجل لي يا تاريخ لو مش حضرك مش هستعترف به جوا نفسي وعند جمهوري وعند ندي فهنكمل ولا ستوب لازم إيه المانع اللي تعمل دا ترفع يبقى في عندك من طب بالعكس من زعلته وراح كلمك في التليفون من غير ما ينتقدك على الهوى يقول لك يا كابتن شادي ليه أعملت معايا كده؟ سيفزار كانت سيفزار لأهو الغد دلوقتي بيقول لي في الستوديو قال لي بوس انت تحتمل تعالي بقى انت جتلي قال لي والله بالعجز أنا كنت أحترم فيه دا قلت له يعني مرتين حصلت مرتين في خلال الوقت كله أنا كنت قاعد تكلمني بشكل شخصي والسيفزار وجمال حمزة مر لابا كم سيفزار كمان أصلا معليش بالبور الشيء بشي يذكر يعني بما أننا ذكرناه يعني هو فعلا شخصي جميل دي حقيق يعني هو الحقيقة لا يخشي سراعات ولا يخشي فصرة بتاع لو انت زعلته فعلا هيكلمك في التليفون برا الهوى مش يقول لك إيه طب انا هوريك بقى على الهوى عمليه وراجل له وشعبية وجماهرية كبيرة فهيقدر يعمل حق كتير وبعدين الجميل بص أقول لك الحق شاهد حق في حق أقول له وكت العلاقة وما بيني وما بينه حلوة قوي صراحة يعني فما كانش الزعل الجامد قوي في ايه ناهدة شوي صح؟ دايز 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 منزين أقول له والله بس أنت كنت متعصب وهو مرة لقيك متعصب حبيت اللي أنا جبت اللقطة كان في جزء من البرنامج فاكرة كده لأي كلام على النادي الأهل عملت يبقى في جمال حمزة؟ جمال حمزة بقى دي كوميديا كلها جمال كان صحبي جدا جدا أقول له ما أكبر منه في السنة بس أنا بحبه وجمال حمزة صحب الناس كلها أصلا جمال واضح وصريح في التعاملات برا الصراحة أنا بحب الشخص اللي كده مبنكلمش في الكرة كتير ولا نتعصب أهلي أو كسبناك ومشعب ده كلام صغير فإيه جمال حمزة طلع قالت صريح على ما قصة لهو لعب في الأهلي ومش عارف ايه روح تطلع مدينه واحدة وهو صحبي جد كان معايا بلابي نقول ليه يا ده صاحبك حتى اتصل بيه ما تبردش اتصل حتى لي بس انشوف اردش بس انك الحباء ربت أنا منتصل بي بعدها في يومي قلت له يا جيم يا حبيبي قال لي جيم انت هتستابل عليك أنا قلت له بقى الكلام قلت له بقى أنا لا قلت له قلت له ما أنا عارف عتقول لي انت قلت جدا ليه وانا قلت له سنسة اليوم عادي مش عايز أرد عليك أه قلت له لا قلت له وجهة نظري قلتها ففي الاو في الاخر احنا اصحاب ولا هنتأثر بالكلام ده تلطعت انت قطني في اي حتة برضو حافظ الاحترمك وحبك احنا في الاو في الاخر في عشو ملحوة بنا وفي صداقة لكن ساحاته يبقى في حاجات كده نصراحك والتقاصل اللي عافل هو هيكلمني بس سممت اللي انا ما ردش فما تردش خالص بعد الحبة اللي اشتغلتهم في قناة النادي الاهدي وبدأت تترقل في عدد من القنوات والان دلوقتي محلل رائع جدا فيه اونسبورت لو رجع بيك الوقت تاني بعد الاعتزال تحب تشتغل في المجال الاعلامي تحب تشتغل في قناة النادي مش مكنا مع قناة النادي يعني هل كاعلامي تحب تشتغل في قناة النادي ولا لا تحب تكرر القصة دي تاني ولا لا اه انا من قبل الكورة محدد طريقي في يوم الايام عكون في حاجة في منصب داخل النادي ان شاء الله يا رب انا عمري يا عمري يا كريم عمري ما فكرت في حاجة واخلصت قبلها وصفت نيتي لغلق من ربنا الدهالي والله العظيم في كذا بوزيشن في النادي احب اللي اكون متواجد فيهم لا تقصد كمجلس ادارة ولا كمنصب تعجزة فنية تقولش انا منها اشتعملت طبوية احب انا الرجل الواضح احب انا الواضح ليه انا اؤمن هل اي حد في مصر بينزل شغله عشان بيروح يدفع مصاريف مدرسة ولاده يقولهم انا في المكان فلان هو اللي هيروح يدفع وباشتغل تطوعي التطوعي هروح افكر في البزنس هبقى باستغل اسم النادي بصراحة انتو بتحبوش تقوله ليه الحقيقة فاعلاقي نفسي فعاجة سئل استفدت من نادي في شغلك الخاصة اه طبعا لازم اقول وده بيبقى بص وشفته المكان هو ويمتدي نلعب الالعاب اللي هي مش حاله لكن الحقيقة اللي في بعض المناصب داخل النادي الاهلي احب اكون موجود فيها حسنا احب دع فيها ها تنشأ دي يعني طموحك تبقى في مناصب عامل زي مش بتكلم انه بكر عشان ممكن يبقى دا في مكان في ناس مهينة وانا عارف ان انت هتبقى قصد كده بص انا مش عايز اقول عشان ما يقولوش اللا انا عمري لا انا عشان اقولك انه ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله في المستقبل نفسي امسك التعاقدات في النادي الاهلي طبعا امير عامل شغل كويس جدا طبعا بأتكلم أمير في المستقبل ايه في المستقبل نفسي المكان دوت ليه لنفسي يعني هقوله ده حاجة أنا بحلم بها النفسي أول حاجة لما أروح أمثل النادي الأهلي في أي مكان في أي مكان وأنا كابتن التاريخي للنادي الأهلي فلما النادي حيقول لي يروح أقعد مع رئيس النادي فلان الفلان أو بيوجهني عند لعب معين أنا رايح بتاريخي قبل شادي كمان قاعد جاي أمثل النادي وليه حاجة مختلفة اللعبة في النادي الأهلي ليه فلوس لازم حتى لو أنت بتفكر في الفلوس كنا كلنا زمان بتسألنا السؤال ده تلعب في النادي تحب النادي الأهلي عايز النادي الأهلي ولا عايز أي نادي تاني يقول له لا عايز النادي الأهلي ولازم نضحي هو أنا بياخد ست قرش سيب اتنين خليهم اربعة عشان ده الأهلي لو رجعنا ده عمرنا ما نروح للأربعين والثمانين والستين عمرنا أنا عارف أنا بي لأن كل اللي عايز هو بيلعب يكون التقرير اللي أنت عرضته من شوية هو ده اللي في تاريخه وعايز اللي وعايز اللي أربعين مليون مش كل الناس بتفكر كده أنا بس أنا دي مرضي تشقطع لك عشان بعد كده سألك السؤال ده دلوقتي أنت بتلعب في النادي الأهلي أكيد اسم عظيم وأكيد ما فيش حساب من كده بتجيبهم بتجيبي الفلوس دي وأنت بتلعب آه عشان دي النقطة الخلافية ده من يقول لك إيه ما هو الأهلي مثلا لو بيدفع عشر خمستاشر هو أنت بتلعب فيها حتة تانية بتعمل علانات آه أنت بتلعب بتعمل علاناته أنت في النادي الأهلي عشان نقطتين هذه الحقيقة الشعبية والبطولات فده بيخلي القيمة التسوقية بتاعتك عالي طبعا فأورريدي فأي بقى بيدخل رمضان علانات رمضان اللعبت الأهلي بتبقى موجودة كل ده استفادة لك استفادة لك كبيرة استفادة مع البطولات اسمك طب اللعب اللي بيش والفلوس آه من والجزء قالها وأنا النهاردة بسقفل قعد معايا أنا بشكل شخصي مر قال لي رصيدك في البنك الحقيقي هتعرف قيمة اللي بقولهولك ده لما ببط رصيدك الحقيقي في البنك هو بطولاتك اللي تقدر تحققها مع النادي العظيم ده قطلو يعني قال لي يعني مش هتتناسي اللي عنده تاريخ ما بيتنسيش بيتطلب مرة واثنين وثلاثة ويتفتح له أبواب رزق صح لكي ما تبقى ملكش تاريخ لا 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 نسيناك أصلا آه انت مش موجود ما يتكلنك نسيناك أصلا فبس عشان أقول البوزيشن ده عشان ما تفهمش كلامي غلط بس عشان نوضح مع ما استناش النادي أو أي لجنة طبق بتقول لا لا ليه أصدقاء في أفريقيا كتير تحركات حتى لو سفر على حساب عايز ينجح اللي عايز ينجح يدفع من معاي أنا ده رأيك فيه أوقات كتير وفيه شهر فاضي يبقى فيه أسبوعين المنع سفرهم أجيب للأهلي بمبوناية في خط الهجوم ودايركت دايركت منه للنادي يعني من غير وكيل أمر عشان النادي يدفع أقل فلوس والواحد عنده الحمد لله من الخبرات في الحاجات دي وبيذكر الحاجات دي فنفسي ألعب دور التنصيق ما بين جماهير النادي الأهلي والإدارة وجماهير النادي الأهلي والدولة وجماهير النادي الأهلي والمؤسسات ما فيش واحد في مصر ما احترامي للجميع عارف المنتالي بيفكر إزاي فهريح كله على فكرة أنا دخلت مرة في موضوع أو مرة أعترف خلصته بالزبط فقعدة ساعتين خلص استدعيت في مكان ما وفكروا الجماهير لأ هنديهم التذاكرة دي يقولتلهم لأ مش هيقبلوا هياخدوا فلوس التذاكرة هيدفعوا فلوس التذاكرة ده واحد اتنين تعالوا نصك مع بعض الدخول ليه أتعامل اللي ده يبقى فيه عمف أو أو يبقى فيه حاجة من الجماهير فيها عمف غلط تعال نقول دول كذا هنعمل كذا الموتش يعدي بسلام كله يحط حاجاته اللي بيشجع لأن المنتالي تاعت الجماهير هنا ممنوع واحد ينزل الملع اللي بينزل يبقى بر لك وقتها يعني صح وحصل الكلام ده كله وجهة ما اتصلوا شكروني جدا على النظام لما حصل التمسيق حصل ما حصلش أي مشكلة صحيح ده حقيقي حصل ده ما كان أحبه حبه مدير الكورة في النادي الأهلي كابتن ساد عبا حفيز واحد من من أجمل الناس اللي نجحت مع النادي الأهلي وبتمنى له التوفيق طول الوقت هو عارف كده وبتمنى له النجاح اشتغل بعقلية تعلم من ناس كتير على رأسهم كابتن سابت البطل واكتسب خبرات كبيرة جدا بيعفت عمل مع كل المواقف مكان بحلم بيشاف لشخصيتي تمشي فيه والمكان ده بيحتاج مواصفات معينة داخل النادي الأهلي عظيم بحلم بده فلو جت أهلا وسهلا ما جاتش أي حاجة خالص أفضل حب الأهلي وأموت فيه بدون أي مناصة عظيم كابتن ساد محمد يحلم بمدير الكورة في النادي الأهلي مدير تعاقدات في النادي الأهلي وأيضا منصق للجماهير النادي الأهلي فيه النادي الأهلي لسه بكمين هذا الحوار الرائع جدا مع الكابتن الكبير كابتن شادي محمد بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا جعلن بحضراتكم مرة أخرى كابتن شادي عسألك سؤالين جنب بعض يعني انت مشيت للأهلي ليه؟ انضميت للأهلي وانت عندك كم سأله؟ انضميت للنادي الأهلي عندي 19 ونص تقريبا كنت بلعبا منتخب أولمبي وانا سنة الزوار وكده فهمك كابتن سابت الله رحمه وتصبل كانوا منتفقين معاي على كل حاجة وده التوقيت اللي أنا رحت فيه كانت 98 بالزبط مشيت ليه؟ مشيت من نادي الأهلي بص يعني أنا بقول حسابتي بتبقى مختلفة ما بقفش عند كلام كتير في تاريخة حق أضيعه زي وانا عارف عقلية النادي وجماهير هاجم مش هيتنسى ده اليوتيوب ما يبرحمش صحيح هقول بعض الكلام معيش أدلة فهم؟ لكن في التوقيت اللي أنا فيه ما كنتش هستحق اللي أنا أمشي لعبت خمسين مباراة من اتنين وخمسين مباراة جبت مكاني عناصر دفعت ستة سبعة مليون جنيه وانا كان عقدي خمسمائة ألف وكابتن الاهلي التاريخي وجبت اتنين لعيبة في نفس المكان ملعبوش ماتش في النادي ولا ماتش وحتى في الماتشات ايه ومشيت ليه؟ معرف لما انت أكيد سألت والله ولا بس شخصتي مش كانت لا اعتمش من النادي الأهلي ما تسألتش انا مشيت ليه؟ لا أقولك قلت ايه؟ والله العظيم الحمد لله دي نعمة كبيرة ربنا بيقولك الرزق توقف ده متقوحش خلاص توقف علاقتك في ختام مشوارك مع النادي الأهلي مع مانول جوزيك هتعملت ازاي؟ انا علاقتي مش بمدار انا علاقتي بنادي يعني مانول داعش ايه؟ انا بحب وحب استير انا ليه سألتك السؤال ده؟ ايوانا عشان اتقال كلام وقتها انه حصلت مشكلة بينك وبالمانول جوزيك حصل حاجة كده شد وجذب في الاخر مباراة في انجولا وهو قريدي كده كده ارجعه بس عشان الناس بتنسى مانول كان ميشي راح مسك منتخب انجولا والنادي كان متضايق اللي هو ميشي من غير ما يستأذن اه تفهم حاجة؟ افهم دي الحقيقة لان الكابتن حسن حمدي بقى اقولك حاجة من الكواليس مطلعتش في الاعلام ولا مر اتعمل معانا اجتماع بدون منول دقيقتين وبمنول دقيقة ليه؟ اه والله لا مش فهم ليه الاجتماع دقيقتين ومنول دقيقة ليه؟ اجتماع دقيقتين هو النادي منول ظن اللي النادي ماعرفش النادي خيوته في كل مكان جالهم تليفون اللي منول نخلص في انجول اه فالكابتن حسن عمل معانا اجتماع عشان يديلوا رسالة اللي احنا عارفين اه اه هم كانتش اقيلوه اه دي النقطة فانا او مرسم اما انا عايد بقى اما انا بقولك معانا الوحد السندوق لسود فيه كتير اول بس هلنا النهاردة اقوله عادي خلاص عد السنين اه فتقال الكلام ده فالكابتن حسن قعد منول جاله عارض من انجولا وافع عليه وماضى وحيمسكهم من اول كذا شكرا خلاص احنا بمثل النادي الاهلي لازم نبقى رجان ثم منول بسلم انا عرفت فهو اتفاجئ الرجل فقال انا مثلا ايه علاقة منول المزق ما كده كده ماشي فاهم حينزا اقول ايه ففي احيانا بقى اللي بيصرب حاجة بيزود حتة بقى بيأكد مثلا الاشياء دي ممكن يمشي خلص ده تخانقه مين اللي صرب اللي مش حبك تكون موجود لان لو قعدت التاريخ كان حيوض اه يعني اللي صرب ده اللي مش حبك تكون موجود ده ممكن يبقى من الفرق الله اعلم الله اعلم ما بدورش ولا ده لان زي ما قلتلك الرزق توقف فلازم تؤمن بدا وتقول الحمد لله وتتكلم على ناديك بشكل محترم عايز ارجع للنقطة الاونية قبل ما نخش بقى الاهلي ورجاء والسوبر انت روحت النادي الاهلي انت عندك 19 سنة وقبلها كنت مع منتخبات مصر الشباب والاولمبي فكرة الاجيال الصغيرة او الشباب الصغيرة اللي بقيت موجودة او في اوقاتكم يعني كان ينفع تتصعد او تروح لفرق كبيرة دي بقيت ندرة شوية في مصر وانت كان عندك تجربة عظيمة مع مجموعة عظيمة من اللاعبين والاسماء الكبيرة تجربة الكابيتانو ازاي نقدر تجربة الكابيتانو التجربة النجحة جدا دي تبقى تجربة عامة في كل الاندية في مصر او في الكرة المصرية بشكل عام انت شاهد عيان بقى زي ما بيقول بالزبط اولا اولا قبل ما اتكلم على تجربة الكابيتانو لازم اشكر تلاتة جدا 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 وانا لما بتكلم في موضوع انا ولا ليا لانا بنافق حد ولا حد بيجبرني اقول ايه وما قلش ايه لو حد بيجبرني اقول حاجة انا ما بقولش ومش هفتحها اساسا فيشكر جدا كل الاحترام والتقدير والتحية لسيط الرئيس عبدالفتاح السيسي طبعا عمل فكرة وتباعها بنفسه ثم على ارض الواقع نفذ سيادة الوزير معها بالشراكة معها شركة المتحدة ما بخلوش في صرف في فكرة البرنامج في النوعي الكواليتي لازا بنركب الناس مع بعض في الكاميرات السبيدر في التصوير في الاخراج الجودة اللي لقابين كمان اللي موجودة وبعدين لما سيادة الرئيس بيتابع بنفسه ويقابل الولاد مرة واتنين والتالتة يحضر النهائي بتاع البطولة انت عايز خليط النح اللي بقى تبقى بتعمل ايه؟ صح مدربين هتشتغل على اعلى مستوى وسيادة الوزير اشتغل على اعلى مستوى حافظ عظيم لللاعبين اللي بقابل السورة جدا جدا الامانة جا الوقت اللي انا لازم اشكره علشان الفكرة حلوة قوي اللي احنا كنا بنختبر بارقامة يا كريم انت مش هتصدق والعيون كلها المدربين كابتل محمود سعد تعب جدا جايب مجموعة من المدربين كتير لما يروحوا مثلا السعيد ففي الكابتان واحد مثلا اللي ماسك مثلا السعيد فروحي اختبر بتختبر اتعاف ارقامة دي ايه؟ ثم القاهرة كان في زيادة عن حاجة وعشرين الف ما فيو تختبرهم على ثلاثة ايام فلازم تبقى مركز عشان ما تظلمش حد فمدربين كتير موجودين ثم اتبلور لفكرة برنامج اللي حضراتكم شفتوها دي هل في عندنا مستقبل لمصر كويس؟ آه طبعا هل عندنا محمد صلاح اكتر من خمسين محمد صلاح؟ آه عندنا بس انا اتمنى وخوفي على بقى اللي دي خليني اتكلم صراحة مدام عندنا الامكانيات دي والمتابعة الجيدة وعلى رأسها تاني سيادة رئيس الجمهورية آه آه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي انا بشكره مرة واثنين وثلاثة وعفضل اشكره على المشروع ده اهتمامه واهتمام الناس وخليطة النحل دي لازم اشكر مرة واثنين وثلاثة لكن عشان ندور بقى الكشفين صح؟ ندور نرجع الكشفين اللي جابه فلان من الصعيد واللي جابه نجم النجوم من بحري ونرجع ليه الكشفين؟ ونديهم مرتبات كويسة عشان دول هيجيبوا عملة صعبة اللحيبة دي اللي هيطلعها تطلع على برا تابت انشادي اصلا يعني مش تنجع الكشفين ده الكشفين دي حاجة مهمة جدا في كل اندية العالم وفي كل المتابعة لا هما بيسموهم حتى كده سكاوتين تيم اللي هو فريق الكشفين بيبقوا موجودين في كل حتة في العالم مرتباتهم بقت قليلة جدا فهو بيسافر وبيتابع وبيروح حتى تانية لو فعلا فعنديةهم بياخدوا فلوس كتيرة اوي مرتبات كبيرة جدا انا رايي بالزبط يبقى في بص بيدير الموضوع ونتكلم بقى كمان مع البرنامج ده حتوبقى حاجة قوية جدا اللي هو ايه ابتدي اروح اشوف نشاط السعيد في الناشئين فده سفر سفر استخدام تليفون مصاريف مصاريف فمفعش يبقى بيصرف عشر تلاف وروح انا اقيل له خد خمس تلاف مش هيشتغل بقلب عندك حال لكن لو مرتبه عالي هنرجع ده كل الفلوس كلنا هنستفيد بالدولار لما اللي عيد ده يتزهر بالتأكيد احنا لست مكملين الحوار ممتع جدا مع كاب شادي وانا عمال يجري يجري ورسا فيك كلام كتير عايز اتكلم فيه وتحديدك كمان على الاهل حالين مباراة الرجاة وايضا مباراة السوبر القادمة احنا هنروح للفاصل بس قبل الفاصل هسأله السؤال عشان ياخد منه اجابة سريعة موسيماني ولا جوزيه فيش مقارنة جوزيه طبعا نروح للفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الكابتن الكبير كابتن شادي محمد خليكم معنا موسيقى يا عرم بحضراتكم مرة اخرى لست مكمل وننورنا كابتن الكبير كابتن شادي محمد اراك في الاهلي دلوقتي الاهلي مع مرس الكولر تحدي الوقت الاخير استقرار فني كبير خصوصا من بعد قرصة الودن اللي انت كان ممكن تخرج من بطولة افريقيا واستغلال ماتشاط الدوري في الروتيشن المسؤول اللي مايغيرش من الاداء بتاع الفرق يعني الرجل كان بيعمل روتيشن في وسط الملعب او وراء ما تحسش اللي الاهلي يغيب وبيكسب فوز مستراح كان بيقتصد في الاداء حتى وكان بيحق اللي هو عايزه خصوصا في الماتشاط الاخير نسبك تكمل بس في حاجة جات في بالي للوقتي ومش هيجاوبني عليها غيرك اتفضل ويعني فريق يخسر خمسة من فريق سان داونز والفريق ده مين ده النادي الاهلي الكبير كبير الكرة يعني وبعد الخمسة دول يرجع يطلع نار من بقه دي حصلت مرتين مرة 2019 والمرة دي اي الطبيعي ان بعد خط تكبيرة زي دي تقع وتتهزي وتترجع وتقعد فترة بتقع ازاي؟ طيب الحقيقة مهما قاعد المدير الفني ومهما قاعد مدير الكرة ومهما قاعد الادارة عمرها مع تعمل تأثير زي تأثير عقاب الجماهير اتصدقني واللعبة دي وكل اللعب تخاف تتكسف تواجد الجماهير من اول ما يركبه الطيارة وغيرت لما يدخل مطار القاهرة انا واثق هيكونوا بيستخبوا وكل واحد عشان ما يتحركش عليه جايب ناس تاخدوا بالمطار يجري لان اللعب اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يستحي ويخاف من جمهوره ويخاف من مواجهة الجماهير فكان فيه عقاب فوري من الجماهير فالله يقولك اللعب اللي بيلعب في الاهلي بيستنى المباراة اللي بعدها عشان يرجع فرح جمهوره بسرعة بدل ما يبقى فيه اسمي صالح جمهوره بسرعة اه عشان ضغط جمهوره طبعا هيخليك تلعب هتبقى زميلك جنبك انت مش تبقى شايفه لان اللعب اللي بيقعد بيلعب في النادي الاهلي لازم هو بيلعب معه الكرة لازم يبقى شايف عشرة من زماية فبتمشي عشان يبقى زميلك جنبك من الخوف انت مش شايفه تاهم دي حقيق فانت بتكلم بحاجة ملاحقش افكر فيه ليه؟ عشان هي دي الجماهيرية عقلية جماهير النادي الاهلي تخسر بالخمسة مش هكرهك بس احب الاهلي اكتر من واجبة ساعة عندك عشان انت لابس تشارة النادي الاهلي بس مش الاهلي اللي بيخسر بالخمسة بيخليك تنطفد تشتغل تحالج اخطائك مدير فني مش يقدر يواجه اقزل نيكولر في اخر شهر شاف جماهير النادي الاهلي مضبوط شوية من جماهير الاهلي طبعا شفت ابتده هو يركز كمان تغييرات طريقة لعب اختيار الطريقة المناسبة اختيار اللعبين المناسبين اختيار تغييرات المناسبة لالي عيامة ليه في بطولة افريقيا فادله مبراتين سيمي بس كريم سؤال حلو قوي الاهلي المرشح الاول لبطولة افريقيا الاهلي دايما حتى في اقل مستوياته الفنية المرشح الاول كفاية بعض الاعلام وبعض الاقلام وبعض المواقع كفاية فكرة لما نقابل الترجي الاهلي بدي دروس كمان في شغلك انت مش شغلي مش فهم بالزبط دروس اللي بتقولي الترجي ماشي كوي يصحى الاهلي دي صعبة عليه صعبة عليه ده المطش التاني هناك لاب 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 لازم تفهم ان الاهلي بتعمله مليون حساب تاريخه كده لعبته كده اداراته كده بيتعمل والله دي حقيقة كمان دايما اقول كده اي حد يلعب الاهلي هم اللي بيقول هو اللي عنده مشكلة وحيات ربنا اقولك على معلوم ايه رأيك في المؤتمر الصحفي بركز قوي اه 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 في المؤتمر الصحفي اللي المدير الفني الفريق الرجاء منزل الكبير قال اللي الاهلي كان قبل كده مش عارف ايه وخسر مش عارف من المصري معلومة غلط جدا ايه معلومة ان هو مش عارف اقولك على حاجة بقى اتعلمت كده من مانول المدير الفني اللي يقلل من المنافس بتاريخه وقمته ولعبته يبقى مرعوب منك اللي بيتكلمك انا احترم الاهلي خاف منه جدا عشان عارف هو هيقابل مين فده دماغه شغاله ازاي يوقف المفاتيح اللعب لكن اللي يقلل منك تعرف اللي هو حيعتل وقتل في المباراة لو عايز حقيق عجبني شخصية النادي الاهلي في مباراة الرجاء بعيد عن الفزلكة الفنية لان في بعض القراءة تلعد فين الشق الهجومي احنا بندور على ايه حاجة دي اسمها انا بسميها فزلكة فنية انا كسبان اتنين سفر اروح العب في المغرب اقفل اتفرج اقفل مفاتيح اللعب انا اقولك على مشهد مش كل الفنين يلقطوه في كرة قررت اربع مرات اتعمل طويلة من السردباج بتاع المغرب ناحية محمد هاني في القاوت عشان ما فيش حلول للعب ولا عارف اختارك من القلب ولا عارف اختارك من الاطراف ولا عارف حتى بعد التغييرتين عمل كسافة هجومية مش حاسس بيهم حاسس الاهلي اخطر شوية تاني كمان الاهلي تحول شوية تاني سيطر بقى ليه بقى لما لعب جماهير عظيمة انا بقول كده دايما الفقانديك جماهيرية في جمهور الرجاء ما ادراك اما جمهور الرجاء قوي شجع نودي ملعب صعب 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 صعبين جدا صعبين جدا صعبين جدا فانت حصل حاجة جميلة جدا اللي لعبت الاهلي ودي مدرسة بقى الجيل اللي احنا كنا انا احب الكلام ده وانا بلعب صح بقفل صح هتدفع صح هتكسب تروح لاغراضك ثم التحول نفسي كانوا يكمله دي بقى سيطر افرد انتشر باص لمسه ولعب لمسه ودور من يمين شمال دوخ اتعب احبط المنافس ده لازم يبقى موجودة عندك علي الثقة عندك اقولك تصوري مارس الكرة كان في عيني مباراتين مبارات الهلال السوداني هناك انت كنت مسيطر وشكلك كويس ودخل فيك هدف وخسرت المباراة ومبارات سان داونز لما حاولت ضغط عليهم عالي في جنوب افريقيا وخسرت الخامسة هو كان حريص جدا وما كانش عايز ياخد اي ريسك هجومي من اي شك عشان يضمن هزي المبارات اتطوري يعني واتكر كده ما تشد لعبها برا لازم بقى فيه سيناريو مع لعبتي الاول وانا طريقتي انا اشربها بالمعلاقة كده للعيب لعيب ينزل مستوعب من قبله ايه هو ده اللي هو انزل بدافع كويس بقى في الخطوط عندي الاهلي عنده اقوى خط وسط في افريقيا كلها باختصار سولاسي بيكمله بعض حط السولية مع ديانج مع مروان مفاجأة مروان معه اللي يبقى عندك حالات لعيبة مستقرة فنية حسين الشحاد انا بحييه جد انا واحد من الناس في يوم الايام انتقاط في ايه الجماهير حط عليك امال كبيرة صح ثم تتقلق بالشكل ده وتظهر بالشكل ده برافو حسين الهاني محمد هاني محمد هاني يا بص هجوم لأ النهاردة محمد ثقة في النفس امتى هزيد امتى حقف امتى بدفع صح مروان برضو مروان عطية مروان عطية رأى حمدي فاتحي انا بتكلم عن السابتين محمد عبد منعم طبعا سوبر صح محمد الشناو ايه؟ محمد منعم عجبك عجبني بس تاني حفظ الاولي كل ما هطلع فاي ستوديو حفظ الاولي انت سوبر انت اهم مدفع في مصر ده تتحط ويتحط عليك الباب بس بتدي احق للجمهور يا محمد اللي انت مغرور وانا عايز الجمهور يقول لأ زي ما بيقولوا كده هي الساقة حلوة احيانا بي بقى في ترنت مع راس حربة قوي خطر انا بقول له نصيحة بخبراتك طبعا طيب قبل ما نروح لي مبارات الزمالك في السوبر ان شاء الله يوم الجمعة القادمة مين في الجيل حالي للنادي الاقلي شايفوا موكي يلع في جيلكم مثلا؟ محمد عبد منعم محمد الشناوة محمد الشناوة يعني كانوا علي معلول ما يلاحب معكم؟ علي معلول بس علي لعب كبير جدا بس عشان اكون صريح هيطلع من جيلبرتو هيلاقي محمد عبد الله يرحمه اخرى محمد عبد الله يلاقي سيد محاول فكتير كان في الحياة علي معلول على جيلبرتو المقارنات دي مش بحبها علي معلول لعب كبير بدخل مفتاح لعب رهيب كما قالك المبارات برح بيقول ان علي معلول احسن محترف جيف تاريخنا دي لالك تتفيه ولا تختلفه؟ من افضل مفيش حاجة اسمها احسن مش احسن ولا في احسن مدافع انا الكلام ده احنا في لعبة جماعية لا اؤمن لا اؤمن اسمع بقى الجملة دي اهم عندي من البرنامج كل لا اؤمن ابدا في لعبة جماعية يجي تقولي اتنين وثلاثة لا اؤمن بدا وما بسمعش اللي بيقوله كده ليه؟ لان كل جيل فيه نجوم وكل جيل جماعي بيقدر حاجات كتير فلما نيجي نقول علي الافضل طب وجيل بيرتو ده ايه؟ اظلموا ليه؟ واحد كان مكسر دونيا وتحس له اهل 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 اساسا جيل بيرتو بتكلم عربي في لافيو واحد من اهم مراسلات في تاريخ النادي الاهلي من اهم مراسلات الحرب اتهاجم المفروض الناس بتقاتل يمشي قعد سنين كتير هدف افريقيا الراجل بياخد اي كرة عالية من اي حد يبقى هو واجيال سابقة فيهم نجوم يبقى حرام فكرة كل جيل اجيال اقول فلان وفلان لا انا ادد الكلام ده لان فيه نجوم تعبت وضحت عشان ترفع اسمها مباراة الاهلي والزمالك في السوبر لان مصر شايفها تمشي ازاي؟ الاهلي والزمالك فيه مؤشرات كلها تميلك في كافة النادي الاهلي بعيدة عن التعصب احترم النادي الزمالك واحترم جمهوره لكن الزمالك من بعد اما فاز ببطلتين عمل غلطة كبيرة جدا لازم احافظ على القوامر الرئيسي واخرج تلاتة اربعة وحافظ على القوامر الرئيسي لكن اخرج الناس كلها وحافظ على تلاتة اربعة مفيش فرقة تلاتة او اربعة يشيلوها يعني مثلا على سبيل المثال زيزو باكلفت فاتوح كان في وسط الملعب اللي احترف احترف فتري حميد؟ لا امام عشور امام عشور طبعا الونش لما تصاب اربعة هم مميزين من اميز اللعب النهاردة لو واحد فيهم يتقصر فرقة تقع بقى فده اللي حصل كتير النهاردة خلينا اقارن مقارنة بسرعة ومالهاش علاقة بالمباراة ان النادي الاهلي فنيا فيه ثبات مجموعة من اللعبه متميزة فنيا عالي قوي سواء في افريقيا او في الدوري شبه بيحسم الدوري وماشي في افريقيا شبه بيقرب للمباراة النهائية استقرار فني لعبه فيقى بشكل كبير جدا نروح ليه نادي الزمالك الوقت الاخير حتى الاندية اللي فنيا مش بالعالية بتعمل نتاج معها ايجابية مع انه اعلى بكتير بتعمل ده ففيه بيبعد بيحاول يلعب في مراكز لا طليق باسم بطل الدوري فهنا بقى فيه صعوبة على نادي الزمالك لمباراة النهائية ولكن مش هقول بقى كلام الاستهلاك المحلي الكلام ده مش فكورة والكلام ده مش صح اللي هو مباراة ليها حسابات اخرى انا سمع لك بلو ايه من وانا عندي اتناشر سنة اقسم بالله بلا حسابات لكن لا في حسابات اللي انت الاهلي فنيا متفوق اعلى ففي مباراة النادي الزمالك العابة كان هو متفوق فنيا طبعا لكن المباراة دي داخلين على السوبر ده الاهلي اعلى فنيا اعلى استقرار فني ازا مالك بيمر ببعض المشاكل الادارية طيب هل هتأثر على اداء اللاعبين هنا ده انا بقول ولا جاس فني ولا اقدارة دول لعيبة لو انت اتعملت بمنطقة القوة هتقدر لما اتعملتش بمنطقة القوة لا في فروح هتقدر هاختم معاك بعكس ما او بحاجة شبه اللي انت قلتها في البدايات ايه انت اعترفت اعترف عظيم جدا وانا اعترفو Putting it on the order ايه حد اشتغل شهولينة الالام ديت مع التطور بيبص لا نفسه عنده هنا بعض الاخطاء فانت اعترفت ان بعض الاخطاء مع جمائين النادي الاحلي او كلامك وانت مواجهو النادي الاحلي بطريقة التعامل لا chan the culture مع جماهين النادي الاحلي مع اداءة النادي مع لعيبة النادي الاحلي مع كل منظومة النادي الاحلي فيما يخص ب الأدي الزمالك هل زعلان على أي حاجة قلتها لدو نادي الزمالك أو جميل نادي الزمالك في أي لحظة من اللحظات؟ قبل نفسي قبل نفسي كل إدارة اشتغلت معاها خلي بالكابتل فرقف وضع على المسئولية بتحضر مؤتمرات مع مدربين تحضر مؤتمرات قبل البطلات المهمة بتكلم كلام مسئول فقبل نفسي النادي الأهلي علمني احترم المنافس واحترم الجماهير واحترم الإدارات واحترم اللي احترمني وماحترمش أبدا اللي يقلل من فأنا نادي الزمالك بالنسبالي كمنافس سنين طويلة أحترمه واحترم جمهوره جدا جدا وبشوف اللي جماهير نادي الزمالك هي من أوفى الناس لنادي الزمالك إنه مرة ساعات بظروف صعبة فيش بطولات مفيش حاجة وفضلوا يحبوا نادي الزمالك فادها على رأسي من فوق لأنه قلتلك بتفرج وبتابع كل حاجة وبشوف إمتى تتغير وإمتى تتخلى وإمتى لا ما شفتش اللي حد عمل كده لكن في موقف حصل قبل كده أنا كنت قريدي جاهز اعتذار لك لكن أنا أقسم لك اللي أنا مغلط قبل كده كنت قعد والجماهير بتهتي فأنا قعد في المدار بيقولوا حاجة فاشتيمة أنا أحفظ منين في حاجات حفظها لكن في حاجات بتتقال كده من زمان ده جمهور وعادي ولازم نتعامل بدمس موش تعصب خالص على فكرة بيقين كشوا ببعض فأنت شاركت لأ مش شاركت قمت وقفت فسقفت المهم إيه فأتقالي الهتاب فأتعمل بروباجاندا كبيرة جدا في قناة تخص نادي الزمان إنه زي كبش يعمل كده وكابت الخطيب قام وقف قاله لأ ما ينفعش تقول كده اللي جاب المنزورة للمكان فأنت ساعتها كنت مجهز فلأ حصل هجوم وأنا كنت مجهز صراحة في فيديو كنت بقول إلا أنا ما حصلش كده كنت حاجي بتاع في ديئة ومفيش كده عشان أنا باحترم جمهور نادي الزمان صراحة لكن لما عملوا كده ما عملتش الفيديو شيلته صراحة وإستنتكم إن كانت متفق في أحد البرمجة اللي أنا كنت طالع متفقين معايا يعني روح بعد ماتش نتكلم عليه واستغلت الفرصة واعتذرت فيها حصلت كمان ليه علاوة وبقى أشياء أنا عايف إن أنت وإنت العيب كانت علاقتك بجمعين نادي الزمان وعلاقتك بكل الناس كويسة ما نساش بص عشان ده مهم في برنامجك يتقال لو رجعنا في الحدث الجلل اللي كان فيه النادي الأهلي جمهور الزمالك كان بياخد العزة مع جمهور النادي الأهلي جوا النادي الأهلي بس عشان الناس دي حاجات تفرق عند الجماهير قوي وتذكرهم ببعض جمهور الإسماعيلي كان جمهور إسكندرية بعيد عن المقاسي والصعبات المشاهد الزمان أنت هتقلوا يا دوسل لما جميل أهلي والزمالك بيعودوا جانب بعضه وبيهيسوا وبيشجعهم وبعض دي حاجات دائما نحب إنها هتتكرم هترجع إن شاء الله إن شاء الله شابت إن شادي أنت شرفت ونورت حبيب هميني يندهولي بقى لهم ساعة أنت مجرب كتير بس الحوار معاك مش المفروض يخلص حبيب أولا بشكر فريق عملك المحترم شكرك بشكرك كريم كنت وحشني جدا جدا والاختلاف زي ما بيقولوا لا يفسد لقد قاطية أما حاجة الاحترام المتبادل اللي هو اللي بيسود أنا حبيت أكون موجود معاك النهاردة عربون محبة وحبا في النادي الأهلي وإن شاء الله ننكررها مرتين إن شاء الله كابتن شادي ده كان اللي كان مع النجم الكبير الكابتن الكبير للنادي على أهل الكابتن شادي محمد وده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتم معنا هشوفكم يا رب على قلبك اشتركوا في القناة